قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا زول الله ما خايف من زول أنت مسكين ساي أنا ما قاعد زولي خوفني ولله الحمد وأي شي بقوله في الملع والشي الشجاعة البيننا وبين أخواننا ديل الآن عذاك مزمل وغيره ما الشجاعة دي بينك وبين محمد مصطفى ما فعل قال قلت لاش شيخ الكلام اللي قلت هذا الحديث دا ضعيف ضعفوا لعلبان قال لأ صححت أنا وما الشي مع الدرويش اللي اسمه أيوب دا انته يا أيوب اللي وصفتني بالكذب وإنه قلنا كلمة بثيئة شيخ أقول بيقول الكلمات البذيئة مسجلة في اليوتيوب والله الذي رفع استمد ما جربت وغصم بالله كذبا عليه قد ست سنة والله يوم واحد من يربت على كذب أخونا مزمل بيّن المسائل دي طاك 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 واحد واحد وأنا من ببين الدعوة دي ولله الحمد بتكلم ما كنت بعرف مزمل ولا بعرف أبو بكر ولا بعرف شعب ولا بعرفك أنت يا صلاح جودة ولا بعرف أيوب موسى ولا غيره ودير لمن بتكلموا في الدعوة ما كانوا بعرفوني ولا بزوج شغال يا زول أنت فهم الكلمة أنت عندك هوس في رأسك يا زول أما صلاح جودة لا دار يقوم أو كده دار يصر لسان كي جودة دار ما عنات ما ديشتغل بيقوم يعفص دعفص كده في رأسك يا رفت كيف تقول الصحابة إلى السلطة دار تقول شنو تاني انت هارفت كيف سفل كلكم والله يدف طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ثلاثة مقاطع انتشرت وهذه المقاطع في مقطعين لصلاح جودة ومقطع لأيوب موسى المقطع الأول لصلاح جودة بعنوان الرد على المتخبط أحمد البذوي وهو عشرين دقيقة والمقطع الثاني بعنوان الرد القوي على ود البذوي وأنا بتكلم بالداري لأنه في أحداث كثيرة حصلت بالداري فنحن نذكرها إن شاء الله وتعالى ما دارين وإلا من ناحية لغة صلاح جودة اللي بتكلم باللغة العربية لخبط فيها كم لخبط وأنا ما دار أكيف عن عند أي غلط قبال الصبح قعدت قلت أكتب الرد وكذي عشان أني قاتل فيها أخطاء أكيف على لقد كل كلمتين دار الرد لكيف أنها لخص الكلام في أربع أشياء إن شاء الله وتعالى نعلق عليها طيب المقطع الثاني الرد القوي على ود البذوي والمقطع الثالث لأيوب موسى بعنوان كلام أيوب موسى كلام الشيخ أيوب موسى في المنحرف أحمد البذوي جايبين لحد المنحرف الباقي ما تم منه تميت أنا لأنها مكتوبة طيب لأن الرد علي أحمد البذوي يعني المنحرف ذياه طيب أولا الإنسان إذا رد عليه بالحق فالواجب علي أن يقبل الحق وخاصة إن كان من الدعاة إلى الله تعالى أن الداعي إلى الله تعالى إنما يدعو إلى الله على بصيرة كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفي القول المفيد البصير على ثلاثة أقسام ومن هذه الأقسام الثلاثة باختصار أن الإنسان يكون على بصيرة بما يدعو إليه ودائما إنت تدعو الناس للحق وذي الدعوة المنصورة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هذا القرآن العظيم والداعي إلى الله يتكلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنت إذا رد عليك بالحق تتقبل الرد بصدر رحب وتفرح بهذا أن قيّض الله تعالى من يبين خطأك في الدنيا قبل أن تحاسب عليه في الآخر طيب الرد بالباطل علي قسمين في قسم قد اقدح في شخص الإنسان وإذا رد عليه على هذا الذي فيه قدح ولكنه لا يسقطه فإذا رد عليه فإنه لا يلام على الرد ولكن لو صبر فهو خير له قال تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِيْ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لهو خير للصابرين ودي بعض المفسرين قالوا من الأسباب من الأسباب النزول إن حمزة رضي الله عنه لما قتل شهيدا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا فأنزل الله هذه الآية بعضهم روى فيها حديثا وهو أنه قال والله لا أقتلن منهم سبعين أو لا أقتلن منهم سبعين ونزلت الآية كون النبي عليه الصلاة والسلام يصبر هذا يؤجر عليه وإن قتل الذي قتل عمه فهذا لا يلام عليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لكن المسائل اللي علاقة بالدين وتسقط المردود عليه بالباطل دي لابد الإنسان يبينه وأنا أذكر لك القرآن والسنة في الموضوع هذا أما في القرآن قال الله تعالى في سورة الأعراف في كثير من الناس ردود دائرهم سحوا بكلمة وسيقول لك حزوز نفس وهذه تصفية حسابات وهؤلاء وإلى آخره يعني حظ النفس إذا أقول لك اللي تدار تدافع عن نفسك ولا دار تبين الحق وما أقول للمبطل الجاب الباطل في البداية في إمتى المسألة قال الله تعالى في سورة الأعراف بعد أن ذكر نوحا عليه السلام وذكر دعوته لقومه وأن قوما وصفوه بالضلال قالوا إنا لنراك قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين لو قالوا لي آنوح سيخرو به سايس سخرية وصبر أفضل وهو كان يصبر من أولي العز من الرسل وأثبت الله صبرا لكن الكلام الزكرا عنه دا دا بسقط الدعوة الهو بدعو لها بدعوة الهدى ووصفوه بشنو بالضلال فهنا الرد بترتب عليه أمر ديني بل بترتب عليه نقل الدين قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلال رد أو لا ما رد الموضوع دا مش رده في نفس الصفحة هود عليه السلام قال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين السفاهة باختصار السفيه كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة في قوله تعالى سيقول السفاهة من هذا قال السفاهة جمع سفيه كالحلماء جم حليم إلى خيره باختصار ذكر إن السفاهة الذي لا يعرف ما يصلحه في أمر دينه ولا دنيا وزول ما بعرف الشيء يصلح في دينه ولا دنيا هذا يؤخذ عليه والعلم ما يؤخذ عليه والعلم شكاية رب العز والجلال قال عن المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفاهة ألا إنهم سفاهة ولكن لا يعلموا فلما وصفوا بالوصف ذا هو الوصف ذا بترتب عليه بعدها وصفوا بالكذب بترتب عليه إنه تاني ما يقبل دعوته ما زول بيقولوا إذا زول يوصف بأنه سفيه وهذه الصفة إذا انطلد على الناس فإنهم لا يقبلون دعوته مع أنه من أبرأ الناس عنه نبي من الأنبياء قال الله تعالى عنه قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين هس إذا قلت الكلام دا ناس إذا عالوا قل لك حزوز نفس زور رد عليك في ذا ترد عليه هل ترد؟ وكون أنا أرد تماما لك حق إنك تتكلم وإلا بتخالف القرآن قال تعالى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثلها فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُوا عَلَّهِ لَكِنْ مَا أَوْجَبْشِنُوا أَلْعَفْو بل آية أوضح في الاستدلال وإلا القرآن كله واضح واضح في كل شيء قال الله تعالى أو الاستدلال أوضح القرآن كله واضح وبيّن ومفصل منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل قال الله تعالى وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ شْنُوا ما عليهم من سبيل أزول الظلمه وانتصر الظلم ده بيّن الحق الله قال وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ شْنُوا من سبيل إِن تتخذ سبيل تضعن فيه قل ده شغل كله حزوز نفس وردود ومشاكل شخصية ما في شخصية المشاكل دي نحن في ناس نبزونا كتير مصغر ولله الحمد بل في ناس بخنقونا في ناس بميسكو الدقن بدقوا بين المنبر وسوا في غراء قاعدين نقول الله يعفو عن الزول والله يهديه للحق لأنه كون مسك دقنانا ودقباء المنبر ده ما ضر الدين ولا أسقطنانا بل بالعكس ده إذا الإنسان أخلص يؤجر على ذلك لكن كون مسألة تتعلق بالدين وبالعدالة وبالنقل هذا نبينه النازل باختصار صلاح جودة وأيوب موسى كلام بدور حول الكلام حولهم أو في الرد في الرد على هذه الردود بدور حول أربعة محاور المحور الأول الكذب والمحور الثاني التناقض والمحور الثالث التأصيل في مسألة الصحابة والمحور الرابع على الفاظ التي استخدمت المحور الأول محور الكذب النازل قالوا أحمد داء أيوب موسى قال من أكذب الناس وأنا دائر أبين للناس دائر أدي الناس بعض المشاهد والمواقف اللي بتبين كذب أحمد البذوي الهيجون شنو هيجون كلمات شوف النازل المتناقضين كيف قاله أحمد البذوي صلاح جودة قاله خمسة دقائق وصف فيها الشيخ بأنه المتخبط مع أنه في رده كتب الرد على المتخبط طيب أيوب موسى قال قال أحمد البذوي وصف الشيخ بأنه المتخبط وأننا ورطناه ودي كلمة بذيئة ورطناه كلمة بذيئة يا ناس ولا الناس لما بعرف البذاء ولا بعدين إذا يا يوب موسى إذا كلمة قيلت في محمد مصطفى محمد مصطفى أصل له تلامزته أو بعض تلامزته محمد مصطفى ورطو تلامزته ديئ بتعتبر قدح أسب لمحمد مصطفى الصحابة اقتتلوا في السلطة ديئ ما سب للصحابة كذين تركزوا في الكلام الصحابة اقتتلوا في السلطة دا ما سب للصحابة وناسي بورك كلام العلماء في المواضيع دي بذكر لك عشر علماء أو اتناشر إن شاء الله من المتقدمين والمتاخري لأنه صلاح جودة افترى على العلماء وهذا من الكذب قال محمد مصطفى أصل لهذه المسألة بأقوال العلماء وبرضو والسلفيين العلماء السلفيين وعلماء السنة والكلام دا برضو ذكروا أيوب موسى راجع الرد طيب إن شاء الله الكلام ما يشتد النازل يستدلوا على كذب أحمد البدوي بمواقف الموقف الأول أيوب موسى قالنا كان عندي محاضرة لهو أيوب موسى نفسه كان عندي محاضرة في مسجد في كافوري والمسجد دا كان الخطيب بتاعه أحمد البدوي والمحاضرة قالنا اتكلمت فيها وكانت عن الصوفية أو اتكلمت فيها عن الصوفية وعن جماعة الإخوان المسلمين المحاضرة بعنوان السرورية نزول الله أنا ما عارف جمين السامراب لحد الكافوري المسافة القريبة نسى العنوان ولا خش غلط ولا المحاضرة ما احضرتها ما احضرتها لكن بعنوان السرورية وارجع لناس المسجد اللجنة والمصلين والناس الحول المسجد طيب النقطة الثانية قال بعد انتهت المحاضرة دخلنا منزل الإمام الراتب اللي بيصلي بالناس الأوكات والخطيب كان أحمد البدو ما انه دخل منزل أحمد البدو هو صلاح جودة وثالث اسمه أبو بكر سليمان رضوان ده من خيار الناس حسبه الله حسي ومن حب الناس إلينا في بحري ورجل ناصح ما استنصحته في مسألة ونصحني فيها إلا ورأيت الخير ولله الحمد في نصحي زو الصادق نحسب وحكيم واستفدنا منه نسأل الله يجمعنا به في الجنة وانا بذكر لك الرجل ده اللي هو أبو بكر سليمان ده في مواضع لأنه عنده علاقة ببعض المواقف دي طيب دخلنا منزل منه أحمد البدو اللي كان خطيف المزيد دخلنا المنزل قال دخلنا منزل الإمام الراتب دي النقطة التالية النقطة التالتة قال اتناغشنا في الشباب في بعض القضايا بعض المسائل وقال من ضمنها ذكرنا مسألة الشباب الشباب ديل منو الشباب البتعني وين انت يا أيوب موسى منو الشباب ديل اللي نحن اتناغشنا فيون قال بعد داق قال قال أحمد البدو بالحرف الواحد بالحرف الواحد قال ذكر لي بالحرف الواحد يعني دار يجيب الكلام به نصه انتبه دار يجيب الكلام به نصه قال إنه محمد مصطفى هذا إمام والشيخ دا إمام في السودان ويذوب عن السنة والتوحيد إلى آخره ولا مثيل له قال أنا قلتك ويذوب عن الصحابة ولا مثيل له في ذلك وقال والناس ديال كذبوا عليه الناس ديال اللي هو الشباب كذبوا عليه من الذين يعنيهم بالشباب اللي يعنيهم منه ضيب دي أمر راجع له إن كان يعني بهذا خالد خليفة في كل الأحوال الكلام دا كذب أنا أوريك كذب كيف إن كان بيكسط به خالد خليفة أنا ما قلت خالد خليفة كذب على الشيخ وإنما أنا قلت والكلام دا واجهت به خالد خليفة في نفس الأيام في بيت عجيب كان واحد راقد اللي هو الزنجي وردنا عليه وده موضوع انتهى طيب خالد خليفة جاء واتناقشنا في الموضوع وقلت لها خالد خليفة كلامك حق كلامك إنه الصحابة اقتتلوا في السلطة كلام محمد مصطفى فيه دا باطل بعد ذاك اتناقشنا في مسائل هل أسلوبك دا صحيح ولا ما صحيح قال لينا إن دا ذي الله دا الكلام لكن أنا ما قلت خالد خليفة كذب على منه على محمد مصطفى دا الشابة الأول في احتمالات أيه موسى لأنه احتمالاته اثنين لا ثالثة لهم اثنان لا ثالثة لهم الاحتمال التاني بك صدب الشباب ناس مزمّل وأبو بكر والجماعة دي هون ديل بجون جوني في البيت دا في نفس البيت دا أبو بكره دا بجزال الله خير سجل لي زيارة واستفدت منها نصحني في المعاملة مع الإصلاح وكذي أنا كنت أحيانا نمشى الإصلاح أشاركهم وأحيانا همش ناس مزمّل ومات ناقطوا الكلام اللي بقوله هنا بقوله هناك مات ناقطة ما بمشى أمدح ديل وجامدح ديل وضعا في ديل وفي ديل دا والله الحمد ما اتصفت به يوما من الدهر طيب انقصد الشباب انقصد به الناس مزمّل وأبو بكر إنه أنا قلت ديل كذبوا على محمد ومصطفى على الشيخ وشوه صورته أنا أباهله في هذا الأمر نتباهل بس نجعل لعنة الله على الكاذبين والله الكلام دا ما حصل ويحضى المجلس دا فيه صلاح جودة وفيه أبو بكر سليمان رضوان الناس تمشي بحر يتسأل دي نقطة دا المجلس الأول الداري دا اللي البيو عليه كذب منه أحمد البدو وتناقض أحمد البدو الجلسة التانية المجلس دا أيوب موسى جاب لي فيه مسألتين كلامين كلام الأول قال القاضي عياض قال بالقول بتاع محمد مصطفى دا الكلام التاني قال محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى قال بقول محمد مصطفى عبدالقادر وأنا أسمي بجاء أبين لك أنه الكلام دا كذب على محمد بن عبدالوهاب وببين لك في النهائة إن شاء الله وتعالى محمد بن عبدالوهاب هل قال الصحابة اقتتلوا في السلطة زي ما قال محمد مصطفى الصحابة اقتتلوا في السلطة نقل وفي نهاية التواريخ محمد بن عبدالوهاب قال أنا بنقول لك كلام أنا ما عارف ليه دا أيوب موسى الكلام دا زاغ منه ولا قراه للناس وقرأه لي نفسه وما ده اللي تفت له بجيب لك بالصفحة كلام محمد بن عبد الوهاب دي الجلسة الأولى طلعت في النهاية كلها معلومات مغلوطة بذكرة أيها موسى محمد بن عبد الوهاب قال وأجمع أهل السنة والجماعة طيب واحد قال في مختصر السيرة صفحة 231 محمد بن عبد الوهاب مكتبة نزار مصطفى الباز الطبع الأولى قال وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه ولا يقال فيهم إلا الحسن فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة فقد خرج عن الإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم ده الكلام شنو قال محمد بن عبد الوهاب أما الهو استند له أي موسى عشان ما يكون فيه تلبيس الكلام كله مبنى على استنتاجات زي ما بذكر لك بعد شنوية كلامي من دقيق العيد كلام إنه في سنة كدي وحصل كدي وفي سنة كدي حصل كدي محمد بن عبد الوهاب نقول الكلام ده لكن هل محمد بن عبد الوهاب أيوب موسى قال الصحابة اقتتلوا في السلطة جيب الكلام ده المجلس الثاني أو المشهد الثاني القال بدلل به على كذب أحمد البدوي هم قال المشهد يوب موسى قال كذب الأول قال نجيد سويت محاضرة في الصوفية والإخوان المسلمين المحاضرة كانت بعنوان السرورية أسأل أيوب ذاته قاعده براه في إزقاق مظلم قل له محاضرة كانت عن شنو بأمانة كذب بعنوان شنو السرورية أما بعد ذاك دخلت الصوفية الأخوان المسلمين ده به طريقتك الناس الحضر والمحاضرة قالوا أيوب موسى تكلم في السرورية وذكر محمد محمد الأمي إسماعيل وذكر محمد عبد الكريم وناس عبد الحيوسف والجماعة ده تكلم فيهم طيب بعد ذاك ذكرت الصوفية وذكرت الأخوان المسلمين ده مهمنا كثير المحاضرة بعنوان السرورية وتكلمت فيها عن السرورية والناس الحضر والمحاضرة أنا أقول الكلام الكذبة الثانية قال دخلنا بيت الإمام الراتب وما دخل بيت الإمام الراتب تزول لك به فين رده قال أحمد البذوي ده بسوقه بيجاي بيجيوه هل بسوقه بيجاي وما عارف دخل ياته بيت ذاته ده بتخج سايد تايي بيت طيب خش بيتانه وكان صلاح جودة قاعد بيجاي وكان أبو بكر سليمان قاعد بيجاي الكذبة الثالثة قال الشباب ديلك قال أحمد البذوي وأنا أقوله بالحرف الواحد قال ذكر لي بالحرف الواحد وقال محمد الصفاء إمام لا مثيل له في الزبعن السنة والتوحيد والصحابة وإلى آخر كنا من أقول لا مثيل له في منافحة الصوفية وذكر الصوفية وذكر الشرك لا أنا أعرف له مثيلا فيما ظهر لها لكن في الزبعن الصحابة وطعم في الصحابة وبعدين قال قال والناس زيل شوهوا صورة الشيخ لو الشباب شوهوا صورة وكذب عليه العبارة دي قاله زكر لي بالحرف الواحد والله الذي رفع السماء دا كذب وأنا لو ماكر زي ما أنت ذكرت في النبز الماكر كذب كان سجلت لك الكلام أنا ما عارفك بتكذب أنا كان عارفك كان سجلت لك الكلام طيب الجلسة الثانية لشان تعرف الزول له من التناقضات والكذب أنا بتكلم عن مسألة الكذب طيب الجلسة الثانية قال ماشينا شنوه؟ أو المشهد الثاني؟ قال ماشينا السوكي الله أنا كذبت الكلام دا رأيجيبه لك بحروف دامنو دا أيوب موسى قال المشهد الثاني كنا مسافرين دا بنص الفاظ أيوب موسى كنا مسافرين أنا كنت أو قال كنت عندي قال كنت عندي برنامج في مدينة السوكي لإقامة محاضرة ورد على تجاني هالك اللي قلت تجاني منه؟ أحمد محمد داود في تلك البلدة فصحبني هذا الشاب الشاب منه؟ النكرة في بداية الكلام السماه أحمد البذو عند الضرورة قال نأتي الكنيف نتأكلوا الرز تأتي الكنيف تتكلم في صحابة خاتين حجر وحجرين الكنيف ذاته مرة مرة تعبانين صحابة إذا صحت العبارة من باب التعب ناس في تعب وفي ابتلاء في الدين تجي تتكلم فيهم ورد عليه خاتلين موبايل ساعة تزعة وتم أنا شفتها في الرد ومحال سكر فاضي والله محال سكر صبارة بتاع الشاي ومحال سكر فاضي وتزعة وتمانية وقال ما عندي وقت لهؤلاء الشفع وكذب وبيدين شلالين ماشي انت الشاي خاتل ساعة تزعة وتمانية دقائق أنا في السوق وانت قاعد تقول ما عندي وقت طيب قال 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 مسافرين كنا مسافرين كان عندي برنامج كنت عندي برنامج في مدينة السوق لقامة محاضرة والرد على تجاني هارك في تلك البال البلدة فصحبني هذا الشاب ومعه مجموعة من الشباب وبعد ذلك قال أذكر منهم أنا ما كذبت الكلام قال أذكر منهم أحمد ابن تيمية والأخ نورين وبعضهم وهو إلى آخرين إلى أن قال أثناء ما ماشيين في الطريق طيب الكلام قرضوا دا المشهد الثاني أيوب موسى خالف فيه الواطن قال كنت كنا برنامج في مدينة السوق لقامة محاضرة ورد على تجاني هارك إلى آخر أصلا البرنامج دا ناس باختصار أخونا أبو بكر سليمان دا القبيل أنا ذكرته لك دا عنده اثنين من أخوانه قال اثنين دا الواحيس معتصم سليمان دا الزوجة الأول الثاني اسمه إسماعيل سليمان رضوان الاثنين دا لعندهم مناسبة وأنا بحكم إنه عندي صحبة مع مع الشباب ديل ومع الإخوة ديل وهم من أحب الإخوان إلينا فقالوا لي يا أخا المناسبة دي تجي تحضرها وده نعمل فيها محاضرة فأنا في كل الأحوال كنت ماشي لشنو للمناسبة وأسأل العريز ذات أول أيوب ممكن ما حافظ اسمه العريز ذات أول أول الثاني أسأل وأسأل أخ برضو شنو أبا بكر سليمان طيب ما الشي اللي مناسبة فما كان أصلا في سابق موعد إنه أنا مرافق لأيوب ولا أيوب شنو مرافق له دي نقطة النقطة الثانية قال ورد على تجاني هالك انت عارف التجاني ده أحمد داود لما نعملنا المحاضرة واتكلم وانا تكلمت واحد اسمه مبارك محمد داود أخو أحمد داود أخو الأصغر منه جاءنا أنا قال لي أحمد البذوي تتكلمت ونحن اسمعنا كلامك فدارين مناظرة مينت مستعيد قلت لهم مستعيد دارين مناظرة مع الشيخ مولانا أحمد داود وأنا بكلمه موافق أقول لهم موافق كلمه طوال ما شال أحمد داود أدوني له بالتلفون في موبايل واحي اسم محمد عز الدين أدوني له واتكلمت معاه وديه لك سجل واحد سجل المكالم ومناظره ما مناظره وقعد يقول لي بنود المناظر وما بنود وشروط وما شروط قلت لها زول أنا بس جاهز مناظر قفلنا الخط قلت لها أيوب طبعا إنت أعلم أنا باحترمه قلت لها طبعا إنت أعلم وزول مؤصل فإنت إن شاء الله تبقى على المناظرة مش قال أنا جاي ورد على منه دا هو التجاني ذاته دردقنا لما وصل قال لي لا لا الموضوع دا والزول دا قال دارك يا أيوب إنت ما أعلم ومؤصل كذلك الموضوع دا أبقى عليه لا قال لي إنت وهو قال لا ركدته وإنت أبقى على الشغل دا أنا صحبته ولا صحبني ولا الصحبة الثانية منه دا كذلك يا ناس دا صحبته دا أخذي لخبة تساي دي النقطة الثانية أركز فيها قلت لها خلاص أنا جاهز أنا قلت لها جاهز ولله الحمد ودا أكشاء الله بلاوي وشبه ولله الحمد أنا سميته جوزه منا وخلاص قلت جاهز والكتب كان في بعضها موجود لما نجينا وقت المحاضرة بالليل محاضرة تانية بالليل في العرس قالوا شنو جونا سلام وقالوا ما في مناظرة والمحاضرة دي من غير اسماء وإلى آخر أنا تكلمت بعد ذاك جايوب يتكلم دا كل الحصن النقطة الثالثة الكضب فيها قال أثناء ما ماشين في الطريق دا في نفس التسجيل دا يا ناصر رجعوا للتسجيل قال أنا أثناء ما ماشين في الطريق يعني ماشين من الخرطوم ليشنو للسوكي أثناء ما ماشين في الطريق أحمد البذو كان بالقرب مني كان جنبي يعني كلام زيدا واتصل به قال تلفون بعد شوية تغير وجهه قال وعصابته قشعريرة وظهرت علي علامات الخوف قال سهلته ما لك يا ذول هاي وقل فيه ما تقول جزاك الله خير قال قال له والناس ذي الإيرفوني والنازل أنا بشك إنه أنا منجي والنازل بشك إنه نطابور شنو خامس قال أثناء ما ماشين في الطريق قال قلت ليا أخونا يا أخان أحمد البذوي هونا علي نفسك كلام زيدا ويتماش لنشر التوحيد هو الكلام دا في الجاية ما في المشي أذول له ما حافظ أي شيء والله إذا كان في الجاية وكان بالتحديد بين سينار ومدني نحن جاين في الطريق قال نحن ماشين عشان إنت ماشي عشان تتكلم في التوحيد فأونا علي نفسك كلام زيدا يعني بطمم فينا هو الكلام في الجاية بعد اتكلمنا ولله الحمد وإنتهى الموضوع فذا كله تناقض في الكلمات قال طالما هو الزول دا يعني هما دار يدلل على شنو علي أنه أحمد البذوي دا أولا كذاب والحاجة الثانية متناقض اضعا في الشباب ديل بجنبه وبعد شوية أنا أسألك يا أيوب بس هذا سؤال مباشر الاتصال بي دمنه مزمل كذب ما مزمل أبو بكر كذب ما أبو بكر شهاب كذب ما شهاب مجموعة كانت كلها سواء عبدالله عوض لا عبدالله أحمد لا دمنه الاتصال بي زول ذاته أنا والله الذي رفع السماء الآن أنا ما عارفهم الاتصال بي ذاته تجد قول خافة وزعورة وكذب يا زول الله ما خايف من زول انت مسكين ساي أنا ما قاعد زولي خوفني ولله الحمد وأي شي بقوله في الملع والشي الشجاعة البيننا وبين أخواننا ديل الآن هذاك مزمل وغيره ما الشجاعة دي بينك وبين محمد مصطفى ما في إلا في مجالس أبو بكر أداب قال محمد مصطفى دجال مش قال كذب هاي أنا وقفتك قدام قلت أنا ما بقول بهذه الكلم الكلام دي يا ناس حصل ولا ما حصل أنا لو برجف ما كان أرجف في المقطع دي جاء أخونا آدم بيّن المسألة ورد علي وجاء أخونا مزمل بيّن المسألة ورد علي وذكروا أدلة وذكروا الحق وفي النهاية ردوا علي أنا ذاتي قدامي فيه وشي زي ما أنا ذاتي رديت أو الكلمة رديت أو قدت أنا ما بقول به ورد علي دي أنا خايف من مزمل ولا مزمل خايف منه وأنا من ببين الدعوة دي ولله الحمد بتكلم ما كنت بعرف مزمل ولا بعرف أبو بكر ولا بعرف شاب ولا بعرفك أنت يا صراح جودة ولا بعرف أيه بموسى ولا غيره وذي لما بتكلموا في الدعوة ما كانوا بعرفوني ولا بزوج شغال يا زول إنت أفهم الكنان إنت عندك هوس في رأسك يا زول خايف ساي خايف وأصابته قشعريرة قشعريرة دي للشيطان يعني إنت قاعد بشي ما شيطان إنت قشعريرة دي قصدك باشنو يعني قشعريرة وتغير لونه نحن ما جائم فيه سفر إنت ما تغير لونك ما قريت الحديث في صحيح مسلم حديث ولا يرى علي أثر السفر ما عند أثر والمكلم بس كان قديم وما فيه مكيف كلنا لوننا تغير لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام عليكم الجلسة الثالثة يا ناس القال فيها بدلل قال في الجماعة في بيت الأخ أحمد المعروف بابن تيمية هذا الأخ أحمد المعروف بابن تيمية طيب الزول لقاء الكلام وهو والزون جبدن دينو حول كلام وكذلك صلاح جودة حول أنه أنا الشباب دين بجي بقعد معاهم وبتكلم معاهم يا شيخ مززمل يا شيخ أوبكر يا شيخ شهاب وفلان وفلان جزاهم الله خير وبقرب منهم وبجيهم وهن وبغادي بضعم فيهم دا الكلام كذب يعني أحمد البدو دين كذبوا إنه قال لي في الجماعة في بيت أخينا أحمد المعروف من تيمية قال لي أنا الشباب أول شيء ذكر مسألة السلطة قال محمد مصطفى قال أنا أحمد البدو وقال له أيوب أنا محمد مصطفى دا ما بوافقه في الكلام طيب فعلا أنا ما بوافقه في الكلام فيه شنو يعني دا كلام حق إنه أنا ما بوافقه في الباطل قاله قال أنا زكرت له المراجع وأرشدته ببعض نصحته ببعض المراجع وقدت ليه أخ مسألة اقيت ما عارفه ما أتكلم في محمد مصطفى ما قال لي ما قال لي اقيت ما عارفه ما أيوب دا قلت ليه أيوب الصحابة اقتتلوا في السلطة قال لي اقتتلوا في السلطة دي بالعبارة دي وقبل شوي أحمد ذكر الكلام قال طلعوا شاهد قال لا بيقى ما عدل برضو كذاب كذا يشوفوا ليه مجلس مجلسين أيوب قال الصحابة اقتتلوا في السلطة بالمعنى ذا هو باللفظة باطلة لكن في صفين اقتتلوا في السلطة ذا الكلام اللي قالوا قلت له ولا في صفين والشيخ الفوزان اتكلم عن المسأة الذي في شرح السنة ولا في صفين وده المرجع طيب والكتاب ذا ذاته كان موجود أنا الكتاب ما فتحت له للأمانة لكن كان موجود في نفس الديوان اللي كان شنو جاب فيه فتاة واللجنة الدائمة واللجنة الدائمة ما قالوا الصحابة اقتتلوا في السلطة أنا ما عارف الزول لا الصحابة اقتتلوا في السلطة وحاول شنو يلبس المسأة ليه بذكره إن شاء الله في نهاية الكلام وذكر ليه اللي لا لا تفيد فقال النقطة الثانية الزكرة في المجلس دا قال أحمد البدو قال ليه أنا دار رد قريب على العصبجية دا الكلام تاني بعد شوية يجا مش قاعد معاون ومش أتكلم معاون إلى آخر الكلام دا رماه أو ذكره بإطلاقي وأنا قيته أنا لأخوة ديل أخواننا ديل كنت بتهم مزمل بتكلم في مزمل في كم مجلس خاصي تكلمت تكلمت في مزمل ياسر الزنجي وتكلمت في مزمل يواحي اسمه نجم الدين وتكلمت في مزمل في مجالس كمية من المجالس ولأنه كان في بعض الأشياء في تلبيسات وبعض النقولات وبعض التسجيلات وكنت بأسمع وكنت بجأة أسمع بقعد مع ناس الإصلاح وبجي ليه ناس مزمل برضو بقعد معاون لكن ما قاعد ديل أنا بيزليه ناس مزمل ولا بجي ليه ناس مزمل أنا بيزليه شنو ناس الإصلاح ما كنت زا وجهين دي نقطة فكنت بتكلم في مزمل تحديدا أيوب نفسه دي بوريك السرد علي أيوب نفسه قال لي أبو بكر آداب دا ذو صادق مع الخلافات اللي أنا بينيه بي لكن مزمل دا كذاب أو فيه كذب ويحمل غل أو بغضاء على المسلمين أو على السلفيين كالمزايد والله الذي رفع السماء أنا ما عارفه دي ما جاب ليه وأنا بأهله لو ما قال الكلام دا هو دار الفتن أنا حافظ شيئا كثير أنا ما دار أسوي فتن طيب قال قال الكلام دا قلت لها أيوب يا أخي أنا أنا طبعا ما ناجي لما نكترى الكلام بل إما نفرين سوا قلت لها أخي أنا أجيب لك شيخ مزمل وأنا ذاتي مزمل دا بتهمه بالكذب أنا ذاتي في بعض الإشاعات حوله وأنا ذاتي بتهمه بالكذب يا أخي نقعد أنا وإنت ومزمل إذا تبين كذب مزمل دا نسوي محاضرة نرد فيها علي مزمل ونحذر من مزمل لأنه خلفه شباب وحوله شباب بيتضرروا من الكذب والله الذي رفع السماء دا الكلام الكلام دا الأول دا حزفه وجاب شنو إنه أنا دار أسوي محاضرة في منو في مزمل هس الكلام دا بيستوي يا ناس دا وداك واحد بعد داك أخونا مزمل في بعض الأشياء نحنا سمعنا ماشينا له في بيت أخينا أبو بكر أداب وده كلام مفروض مجلس خاص ما يقال لكن الكلام اضطرنا له ماشينا له وسمع مننا كلام شديد وكلام مر وصدر ورحب جزا الله خير ونحمل له المحبة في الله سمع مننا كلام مر وكلام شديد وغير واتهامات في النهاية وبكر يشهد بالكلام دا وأخونا أحمد كنا أربعة لا غير في بيت في ضيافة أخينا أبي بكر أداب في اللاماب في مسجد حرمين قبل ما يصلطوا على الجماعة دينا ويخشوا الزنجي بعدها المهم قام شنو أخونا مزمل بيّن المسائل دي طاك 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 واحد واحد بعضها مبنع عليها أشيانة محضرتها سميتها سمع في مسألة أخيرة قال لي مسألة واحدة ودي حصل بيناتنا فيه شنو مشاددات وفي النهاية المسألة دي الزولة اللي بتعلق بيها هو ذاته قال ليه الموضوع دا مدخش فيه وهو ذاته إذا مزمل قلنا يتحامل عليه هو ذاته يتحامل ليه عليه مزمل قال ليه الناس ديل وراهون أشياء في النهاية المسألة ضربت صفحا عنها لكن بعد ذاك من المجلس ذات إلى الآن أنا ما تكلمت في مزم الفقير ولا وصفته بالكذب ولا وصفته غيره ممن ذكرهم أي موسى بالكذب ما وصفته بعده وما أحمله الآن في صدري إلا المودة والإحترام ما في شتان والكلام اللي كنت بتتهمه به وتركته وانتهى وكتب بعض الشباب بقول لهم ما زول لا كذب وأفعل كذب وقال كذب كذب في النهاية لما انجلس معه وبين بعدنا انتهى الموضوع أما دعمم الكلام برضو تقول أحمل البدو قال ديل كذابين كذابين دي جمع يعني منو الشباب ديل كذابين أنا ما اتهمت يوم من الدار أبو بكر أبا بكر أداب بالكذب ولا اتهمت شهاب عوض بالكذب أبو بكر في موقف معين وحلاه بعد الله تعالى أخونا مزمل بمسالة علمية وكان آوانة حاملت فيه علي أبو بكر أداب فيه موضوع كذبوا ما بتروا كلام زيداء وبيّنوا بموضوع كلام علمي وانتهى النغاشة فيه تاني في شنو الكلام ده بمواجهات أنا ما قاعدة ديس لكن أيوب موسى هل بديسه الكلام الباطل يسكت عليه ويتناقض فيه بعد شوية بذكر لك التناقضات فإن تعرف إنك المتن وأنا ناوي أسوي عليهم محاضرة واكشف النازل كالزابين ده كذب والله الذي رفع السماء كذب والكلام ده كله لأنا أثبت إنه كذب أردت فيه عليهم موسى أنا مستعد أباهل أمام الله تعالى وأمام خلقي ونجعل لعنة الله على الكاذبين يا خنبي جبرني على الكذب شنو يا ذول أنا داري مصلحة شنو الله واحد ده كذب اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ده كذب الهواري بيثنا على محمد حسين عقوب ده كذب ولا في الملأ الكلام الحلبي انته يا أيوب وصفتني بالكذب وإنه قلنا كلمة بذيئة شيخ أقول بيقول الكلمات البذيئة مسجلة في اليوتيوب عما مصطفى بتكلم عن صحابي واقم الصلاة طرفين نار إلى آخره عن قصة الصحابي قبل المرأة واصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته غير أنه لم يواقحها ده الكلام بكل أدب والصحابي صلى الرقعتين صلى العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الآية واقم الصلاة طرفين نار إلى آخره والله غفر له انتهموش الموضوع كذي ومصطفى قال بوس والإمميس أستدال بذيئة ولا ذاك انت أخذ ما تزول قليل ذاك تزولك وقليل ذاك أمي شغل أسمع كلام محمد مصطفى في كلمة لما بيرد على الصوفية لما قال بناة الخانة أسمع كلمة قال أنا ما بقول في ناس بيحضروا كان الشغل دي نشروا في ناس بيحضروا ده مرض ذاته يا أخ أيه يبدأ ذاته قال لي أنا قلت أعرف محمد مصطفى مرة قال لي أنا قلت لمحمد مصطفى الحديث أجبته ضعيف هالشيخ قال لي يا يوب بنص بنص الكلام قال قلت لا شيخ الكلام اللي قلت الحديث ضعيف ضعفو العلباني قال لي صححت أنا وما أشت مع الدرويش اللي اسمه يوب ليه أستمع ما أشت مع والله أستي أنا زعرت وتغير لونه من الخوف قال لي تسكت تخايف متنو ولا جنو ما تقوم تصلي قم في الدجا واتلو الكتاب ولا تنم انت خايف من رد محمد مصطفى تقول لي أنا خايف كذي أنا بأجب بعد الصلاة والريل حافظة مواصل إن شاء الله في منقطع من حديث فإذن الجلسة أو المشهد الأول الذي ذكره ليس فيه كذب بالنسبة لي ولله الحمد وإنما ظهر العكس أو النسيان باب الإنصاف قد يكون نوع من النسيان قد يكون نوع الثانية أو الثاني المشهد الثاني الذي ذكره أو الموقف الثاني قال السوكي وما السوكي ونحن فصلنا في المسعى الذي مبينا وخوف هذا الشاب وكذي وزعير إلى آخره ما فيخوف ما فيخوف خوف دي لهوس جمع في راسك ما فيخوف يا ناس قد الإنسان يكره أن يعرف فلان أنه يجالس فلان وهو جالس للاضطرار إلى آخره أو لمناصحة قد الزول يكره لكن ما معناه خوف أنا ما خوفت أصلا ولا قعد خاف ولله الحمد من إنسان لكن أنا فعلا كريهت أن يعرف فلان من الإخوة إنه أنا ما شي معاك أنا كريهت كراهية لكن ما فيخوف وكون أنت تقول زعير وكذي دي زيادة وشغل بتاع منتاج أنا ما عارف أقدرس سواء طيب وأن لأ العزري في هذا بينت أنه أنا مشيت للمناسبة وإلى آخر الموقف التالت قال في الجميعات وبيّنت أن هذا الكلام ألقاه مطلقا أو سرده مطلقا وأوهم فيه المستمع إن أنا دار أعمى المحاضرة في الرد على أولا الإخوة وأنهم كذابون وأنهم وأنهم إلى خري وعمم الكلام أو أطلق الكلام هو كلام مقيد بشرط معين وأنا ذكرت هذا الكلام وفصلت فيه ولله الحمد مزالة الحلفاء هذه مبنية عليه نفس كلام الجميع بقريب منه بل هذه كانت الجلسة أكثر أنه الشباب ديل باختصار إذا تبين ومش الشباب كلهم شخص معين فيهم وبيّنت هذا الكلام وفصلت فيه طيب فهذه مسألة الكذب بالنسبة لكلام أيوب موسى الحاجة الثانية في الكذب قال إن أنا كذبت عليه محمد مصطفى كونه أو افترد عليه كونه أقول الشباب ديل أصلوا ليه أو ورطوه ودي كلمة بزيعة يا ناس باختصار وبفهم بسيط يا أستاذ يا داعية يا أيوب موسى زول قال مسألة واحد من الناس قال مسألة ورد عليه في المسألة دي ذكر فيها مهم شبهات وإن تجد دافعت عن الشخص ده وعددت كلامه وأيدته وذكرت استدلالات وإن كان هذه الاستدلالات الاستدلال بها باطل وواضح البطلان إنت كونه توصف بإنك ورط الزول لا هل ده ظلم انت يأخذ الزول محمد مصطفى عمل محاضرة الإصابة في فضل الصحابة وقال الصحابة اقتتلوا في السلطة وقال أفضل ناس وأحسن ناس وإلى آخر لكن قال اقتتلوا في السلطة وبتحدى السعودية وبتحدى السعودية ودق الكتب وواحد برضو اتكلم عن واحد الرازحي قال لي يا رازحي شوف لك جدادة وكلة وكذي إلى آخر طيب انت جيت الاخوان دي عملوا محاضرة قاسمة للزار بالنسبة للموضوع ده اللي افتراه على الصحابة وعملوا محاضرة نقضة الإصابة ما سكون موضوع واحد واحد بيّنوا فيه واحد 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 الشبهة ردوا ردوا الشبه انت يا موسى جيت انت وصلاح جودا كذي دي قول مجالس قدنا زيد في الكلام ولا اتحامل عليك ولا 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 كن كذبت قولنا كذبت وكذب وإلى آخر ودو باطل والله ما أكذب ولله الحمد وما معصوم أنا لو كان الزول اللي قال هذا الجاهل هذا السفيه هذا الكسلان هذا الكذي هذا السمين أو الضعيف كان بأقول وزائد كان بأقول خلاس عفو الله عنه كذبت كذبت طيب نرجع مرة ثانية أيوب موسى وصلاح جودا عملوا محاضرة قدمها أحمد عباس وقرأ فيها قرآن خذر المحاضرة ديها أناس في شنو المحاضرة دي مجدفاعا عن محمد مصطفى واحد هل الكلام ذا قالوا محمد مصطفى ذا بس شيخنا وزول تمام وكذبت ومشو ولا زكروا استدلالات على صحة قوله وقوله باطل وجابه أشياء في غير موضع ذاته ذول بيقول الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية دي دي في الصحابة الفتنة حصلت بين الصحابة والآية دي إن دا مناسبة معينة وباقي الآية ذاته لو تميته تلقى إنه الكلام دا مقلوب عليك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليهم ولقد عفى عنكم طيب المحاضرة ذي كانت بمثابة التأييد ومثابة التوريط لمحمد مصطفى وتعضيد ما قاله وهي فيها نوع من التأصيل الذي أعانوا فيه محمد مصطفى على باطل لو كان محمد مصطفى بعد قال الصحابة اقتتلوا في السلطة بيطلع المنبر بالقماف زولي للمؤزن والجامح فاضي والناس يكفت معاه موقف السلفية الواضحة وبيجي ناس صلاح جود قاله وين أنت يا صلاح لا لا ما بجيك أنت قلت الصحابة اقتتلوا في السلطة كلامك دا باطل وين يا أيوب لا ما بجيك كان محمد مصطفى راجح حساباته لكنت قفت معاه وسويته محاضرة وفي مسجده وعن الموضوع وذكرت شبه تؤصل لما ذكر محمد مصطفى عبدالقادر وعنته على ضلالي على ضلالي وانا ذل مش بيقول لك بيقول كلام وبرود كلام في واحد اسمه عمر مرغني في منطقة يسمى ودى البليلة في الجزيرة في ديوان قال لي صلاح جود دا نفسه لما محمد مصطفى قال العبارة دي صلاح جود دا قال لي في ديوان دا قال الكلام دا باطل باع شوية لما فيه أيوب موسى واللبراو فاتشفى فاتشفى نالقة لشبهات تشبث بها والمسألة دي إن شاء الله بيرد على في وكدة طيب طيب فدي مسألة الكذب وتبين أنه لا كذب فيما قلت ولله الحمد طيب تاني صلاح جود زعلان في أنه أنا ذكرت المحاضرة بتاعته وخوجل وده النقطة التانية البنجية اللي هي نقطة التناقض وصفوني بأن أنا متناقض وذكر بعض الأشياء أنا بذكر لك إن شاء الله فأول من الكلام إنه محاضرة صلاح جودة وخوجلي صلاح جودة قال والأخ الفاضل خوجلي الشيخ خوجلي وقمنا بمحاضرة دافع فيها عن محمد حسان ومحمد حسين عقوب أنا ذكرت محمد حسين عقوب طيب حتى لو بدافع عن محمد حسان في موضع تاني لكن في المحاضرة ذي أنا علمي إنه يتكلم عن محمد حسين عقوب بعد ذلك لو ذكر محمد حسان ده أمر تاني قد يذكر قد ما يذكر طيب لو سألنا صلاح جودة هل إت بترى إنه محمد حسين عقوب سلفي وهل بتثني عليه وهل بتدافع عنه زي ما بفعل خوجلي الجواب لا بل العكس لكن لا تعرف يعني ما يبلغ بالإنسان الهواء إلى هذه قد يبلغ به إلى الدركات السفلة قال الله لما شاركت خوجلي وتكلم عن محمد حسين عقوب متفق معه وقال لي لا رديد عليه لا خلاص قد تلي قفل الخط انتهى الموضوع ياخد الشباب ديل قبل ما يكفل قلت لي الشباب ديل مبتدعة قال لي لا ما مبتدعة في صالون بعدين أنا بجيك له موضوع على الصالون قال لي ديل لو ما مبتدعة تاني ما في مبتدعة متناغذة وله كذا أنا بجيك له ده بعد شوية أصبر لي لكن انت عارف النقطة دي اللي التي ذكرت في مسألة صلاح جودة وخوجني قال الأخ الفاضل خوجني في نص محاضة في نص رده قال مزم الفقير أو في نهاية رده قال بيصف ديل بينهم علماء كان بيصفهم بينهم علماء الشيخ الدكتور الهواري عالم وشنو كذب بأسلوبه صلاح جودة طيب الهواري هل يتم مموش النازل كويسين عندك تمام جدا آي هل تريمهم كلهم آي انت بتقول الصحابة اقتتلوا في السلطة يا صلاح جودة زي محمد مصطفى الهواري بقول بالقول الهواري لو سألوا الهواري الصحابة اقتتلوا في السلطة لا لا طيب عبد الرحمن حامد ذكرت وذلك بقول بالقول عبد الرحمن حامد أنا لقيت في الأزهري مجدرين يجبوا مجالس خاصة أنا بجيب واصلوا في شغل فتن وكذي أنا ما دار أذكره دار أذكر الكلام في الواقع الذي له علاقة عبد الرحمن حامد مر جم حاضرة في مسجد في الأزهري مبيت في بيت شيخ هناك ونحن بيتنا سوا اليوم فمن ضمن الكلام وراقت في السرير جيت أنا قعدت زي قعدة تخين طيفور في الواطن قلت له قريب من القعدة قلت له الشيخ هذا رسالك قال لا يتفضل قلت له محمد مصطفى قال الصحابة اقتتلوا في السلطة ونحنا اتكلمنا مع ياسير الزنجي وكذا كان الشبكة كلها ملخبة سوا فاتكلمنا مع ياسير الزنجي فياسير الزنجي قال نحن الناصح بعد شوية قال لو نحن ماشينا ناصح ناو ذات بقبل علينا قلت لا شيخ عبد الرحمن حامي ترا يكشن نمشي الناصح ولا كلام الزنجي دا ولا كيف قال لي كلام الزنجي صح وذات قال لي محمد مصطفى دا باطل هو الناس جد عارفين انه باطل الا هو والناس الحول طيب يا صلاح جود دا ما معاك عبد الرحمن حامي دا كويس معاك اه اه اقول كلامك دا باطل خو جل ذات الاخ الفاضل لا قال لي كلام محمد مصطفى الصحاب اقتتلوا في السلطة عارفين خطأ لكن نحن عليك الله شوف الناس دا نحن فرحنا انه رد على الشباب دا والله دا الياهود طيب دا الكلام ذكروا وانت ذكرت الناس ذيل واثني دا عليهم انت رايك شنو معاك كنت قلت لو قالوا اخطاء بالرد عليهم في الاخطاء اللي قالو طيب الهواري ما دافع عن مؤتمر الشيعة وين ردك وين الرد المؤتمر الذكروا في الرد على الشيعة والجاب فيه صامح من البشير وجاب فيه مستضيفين عبدالح يوسف قاعد تحيد وده فوق وده يتكلم هما نكبر بعض الناس وراني واحد من الناس الحضر المؤتمر دا انه حتى بعض الناس كبروا عديل في كلام صامح من البشير الكلام دا يجد عنه الهواري ورد على الاخوان ذيل وذكر الآية وتعاون على البر والتقوى وقال دي ما خاص هل دي خاصة بالسلفين مع انه الكلام دا رد عليه الشيخ الفوزان وبين انه الماء على دينك ما ما طيب انت موقفك من الهواري في موقف من المؤتمر بتاع الشيعة موقفك من الهواري في محمد الامين اسماعيل يا صلاح جودة تكت متناقضين النازل طيب ودي مسالة التناقض ومتخبطين والمتخبط هذا المتخبط طيب الشاب الى اخيره الناس ينبزون قريب 12 نفس والله انا ماذا رديهم مصة سيت ماذا رديهم حاجات بسيطة بسيطة وسياكلوا طيب هل توافق الهواري في هذه المسائل الجواب لا لكن يسكت ولا يتكلم طيب في مسائل ثانية مسالة التناقض بعد ذن احنا بنا لزم بهذه التناقضات صلاح أيوب موسى في الدقيقة الأولى قال قال ده نكرة يعني ده الردع لنكرة ومعلوم أن النكرة لا تعرف لكن عند الضرورة نأتي الكنيف كنيف معروف طيب السيد تتكلم يطلع قال لدى بيت هل زات في ردهم قالوا يستخدمون الألفاظ الشديدة على أهل التوحيد السيد الشديدة ولا حميدة ولا براحة ولا دي كيف كانت تفهمني ليه الكلام ده في الدقيقة الأولى في الثانية 24 ده في شنو في رد أيو موسى إنه النكرة لا تعرف لكن عند الضرورة عند الضرورة معناه شنو بتعرف بدل إنه النكرة اللي واحمة البدوي كان وقفت على يدي كان بقول لك كلامك صاح وفعل النكرة وأنا ما في عالم أسنع علي وما أظن إنه في عالم لأنه أنا زول مسكين زول بقرة هاي أحاديث كذلك ما بعرفون العلماء ما بحتاج ذاته شنو ليه سناء وهم ما محتاجين يسمع علي طيب لو أجف لحد هنا ما كان يتكلم لكن عنده تناقض الرجل ده أو الشاب ده اللي واي موسى قال النكرة لا تعرف لكن عند الضرورة نأتي الكنيف وبعدين تاني ذكر يسمي في الدقيقة سبعة الثانية واحد واربعين يتكلم عن مزمي الفقير قال العصبي الكبير ومن تحته من النكرات وهذا النكر له أحمد البدوي وكلهم نكرات لا يستحقون التعريف أبدا لا يستحقون التعريف أبدا قبيل فصل فيه عند الضرورة واحد اثنين من تناقض أيوب موسى قال أحمد البدوي ده يعمل من أجل قضايا ومصالح الله أعلم بها من أجل قضايا ومصالح الله شنو أعلم بها دي في الدقيقة اثنين الثانية سبعة في الدقيقة ستة بعد كم كم دقيقة أربعة بس هاي ثلاثة وحاية طيب قال في الدقيقة بعد أربعة دقائق الدقيقة ستة والثانية أربعة وثلاثين قال ولو بيق راس لو أحمد البذوي لو بيق راس ما عليش يكون عنده مصالح لكنه زنب يعني في البداية قال الزول ده عنده شنو قضايا ومصالح الله أعلم بها ثاني جب بعد أربعة دقائق قال ولو بيق راس ما عليش يكون عنده مصالح ده النص قد قاد بال لو بيق راس لكن هو شنو زنب معناه ما عنده شنو مصالح وقبل أربعة دقائق قال عنده شنو مصالح ده في التناقض زاد تخلي الجلسات دي قولنا زيت فيها وكذي ده التناقض بتاع منه بتاع النازل طيب من تناقضهم أنهم قالوا محمد مصطفى عبد القادر أصل لهذه المسألة ووضح فيها وبين من تناقض هؤلاء الشباب قال شيخنا حفظه الله تعالى محمد مصطفى عبد القادر أصل لهذه المسألة دنس ألفاظ أيوب موسى أصل لهذه المسألة تأصيلا علميا منهجيا واضحا بينا ونقل أقوال أهل السنة والجماعة قال الكلام ونقل أقوال أهل السنة والجماعة تأصيلا علميا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ندك لنا التلاتة طيب قال الله تعالى أنا ذكرت تلاتة آيات جبت تلاتة آيات كتبتها وتلاتة أحاديث لأنهم تلاتة أيوب محمد مصطفى وصلاح جود جبت تلاتة آيات وتلاتة أحاديث ومحيانا منقل تلاتة أقوال العلماء ومرات منقل عشرة مرات منقل ولله الحمد عشرة طيب بعدين عندي له النوصايا في النهاية لأنه بعدين نقدم الشيخ مزمي الفقير طيب قال الله تعالى نذكر لك جزء من الأدل من الأدل قال الله تعالى في سورة الفتح في الآية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم عليك الله انتبه للكلام ودي أعظم قضية ودي قضيتنا الأساسية معه مش النفذ الزكارة صلاح جود هذا طلعنا أولا عندنا صفة يهود قال ناس مزمي الفقير بيقولوا كلام بعد شوية من قلبه على الزل جاب قصة عبد الله ابن سلام مع شنو اليهود قصة اليهود معه قال عندهم صفة جاب مسلك اليهود واحد بعد شوية طلعنا قال الناس ذيل قال عندهم صفة خوارج من يهود جاب في شنو في الخوارج ليه قال أحمد البذوي يقول لك كنت أحبه في الله والآن أبغضه في الله سرعان ما ينقلي مع أنه صلاح جود ذاته قال لي كنا نحبك في الله أحمد البذوي وكنا نرجو لك لكن خيبت آمالا أصبر شوية أنا بوريك الحاصل أنا ما أعرف الناس ذيل طيب بعد شوية قال عندهم صفة معتزلة خوارج معتزلة ذاته منه صلاح جود ذاته قال نحن ما فاضين نرد عليه الزع زعيط بن زحموت وعلى هؤلاء النكرات كذي الصغار وبدينهم شلاليت وكان فضين لهم بن نجم وكذي عن طريق وفاضي شاء جنبك والساعة تزع وتمانية دقائق أنا عائنت للموبادي ولا ساعتك ما مصبوطة إن مصبوطة يتفاضي وإن ما مصبوطة ما غريبة لأنه سيد ذاته ما مصبوط شغلتك جايطة طيب ما مصبوط في أفعالي وأقوالي طيب قال رب العز والجلال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم طيب فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال ابن تيمية رحمه الله شوف الدرازي قال شنو والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله صالح قل آمن وعمل الصالحات بعد ذاك يقول رضي عنه هذا من باب الثناء قال لي طيب فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمتح له فلو علم أنه يتعقب ذلك الموقف دب تحت الشجرة وغير من المواقف وهنا عن الزلل بيقول الله عنه رضي الله عنه قال فلو علم منه الله سبحانه وتعالى أنه يتعقب أن هذا الذي رضي عنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك كلامنا في الصارم المسلول صفحة 572 573 طيب قال ابن حزم رحمه الله فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبه ده محمد مصطفى قال معاوية نحن ثبتلينا ثبتلينا صلاح جودة قال محمد مصطفى المسائل دي مؤصلة قبل ما نولت وده الكلام ده محمد مصطفى قال ثبتلينا الكلام ده سنة 2014 أنا ما عارف صلاح جودة ده فطمتين ليه سنتين بس سنتين يا صلاح جودة قبل ما تول وثبتليه والسي قريب ده ضيب ثبتلينا بالنص الصحيح أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بالدعي ده نص الفاظ محمد مصطفى كان بالدعي أنه أولى بالخلافة من منه من علي وعمل كذب قال وقاتله على ذلك أنا بأكلام معاوية بعد شوي رضي الله عنه سألوا عديل تالأمر دا داير والأمر ديت تأول به بجيب لك في سيرة علام النبلاء الجزء الثالث وبدك الصفحة إن شاء الله طيب قال قال ابن حزم رحمه الله فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البت الكلام دا التوقف يعني في متحهم وفي الثناء عليهم وفي ذكرهم بالخير وفي اعتقاد الخير فيهم الفصل في الملل والنحل الجزء الرابع صفحة 148 فذا كل تناقض من منه من النازل إنه محمد مصطفى أصل للمسألة تأصيلاً علمياً دي الآيات بعد شوف أذكر لك شنو الحديث إن شاء الله قال الله تعالى ده الآية التانية إن ثلاثة آيات في آيات كثيرة طبعاً قال الله تعالى في سورة الحديد الآية العاشرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل للفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسن أنا كاتب قبل هي من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله شنو الحسن والله بما تعملون خبير الحسن الجن كما قال قتادة ومجاهد في تفسير ابن جرير الطبر رحمه الله تعالى المجلد 27 صفحة 128 قال ابن حزم استدل بهذه الآية من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل وكل وعظ الله هذا كله في فضل الصحابة قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر الآية 8 للآية 10 هنا صلاح جودة في كلام لخبته وكذب فيه عديل مسألة الكذب ومسألة التناقض وفي كلام اتناقض فيه صلاح جودة وأنا ألزمتهم بحجج وأنا سيبج لك الكلام ده وبرض مستعيد أباهي الصلاح جودة كلام ده يا ناس ده دين دين يدال الله تعالى به انت ما تتهم زول بالكذب سال انت تتهمت لخبته كذب قال في صالون محمد مصطفى عبد القادر أحمد البذوي قال أنا ذكرت له أدلة في المسألة دي وهو ما ذكر دليلا واحدا عليك الله أرجع الرد بتاعه صلاح جودة قال وهو ما ذكر دليلا واحدا أنا أسيب وريك الحق في النقطة دي وما حدث في الديوان ده مشينا أنا واخونا أحمد ده مشينا الصباح والوقت ده أنا كنت في المسجد مسجد بحري ده وكنت في مدرسة ماسك أستاذ في مدرسة أنا ذكر أوريك الكلام ده كله عنده حلقة فإننا بنمشي بدري المدرسة اليوم ده وبنمشي أحيانا ساعة تزع فجيت بيتم مع أخينا أحمد وقلت له يا أخي نحنا نمشي للشيخ ده ونناصحه ونتحمل طبعا كلام ياسر الزنجي وكلام شاء عبد الرحمن حامد النازة كله تركناه قلت له يا أخي نحنا نتوكل نمشي الزول ده الناصحه كان نبزنا ناكوله ساعة في الله ونبقى مارقين قال لي خلاص نمش أخونا أحمد ده لكن قال لي يا أحمد ما فزولي عرف الشغلة دي نحنا نمش ما فزولي عرف بس نبين مشينا صلينا الصبح جينا بدري صلينا الصبح منتظرين محمد مصطفى عيننا لقينا ما في وتراه في بيت تاني من بيوته المهم ما في المزيد فقاموا ساكونا ده في الديوان صلاح جودة ويحيا نسيب الشيخ بوركس النغاش الحصر شوف النازل بلبسه على الناس كيف وأحمد ده جالس وحس محمد بشير طيب وده برضو قاعد راقت في السرير السرير البعجاء ده قاعد فيه يحيا قاعد فيه بكري في سرير برضو ومعاه ابن تيمية هناك وأنا قاعد هنا وصلاح جودة قاعد بعجاء إليه وبعجاء يحيا طيب ده المجلس قد يكون في ناس تانينا ننسيه ديلا المذكرون ده الكلهم موجودين وقد بعضهم يسمع التسجيل ده واللي شوف أنا لو كذبت فيه حرفا واحدة طيب وأنا زول من أهل السنة بعاونه نحسبهم الله وحسيهم دمنه يحيا طوالي ديلك فتح الموضوع تاني بعد ده بيقى في نغاش هنا بيجي كلام صلاح جودة صلاح جودة قال ذكر لي أدلة علي أن كلام الشيخ صاحب والصحابة اقتتلوا في السلطة إلى آخر وانا قال ما ذكرت له دليلا واحدة في التسجيل الثاني قال وأحمد البدو بس قال لي أنا مع الفوزان والله إذا كذب أنا سيب أذكر لك الكلام مع الفوزان الناس للكلام في أشياء بقوله بيقوموا بياخدوا جزو وبخلوا الباقي بطروق أصدين ما أصدين عليهم الربو طيب قال لما جبت لك كلام الفوزان في عقيدة التوحيد أو في التوحيد قال بيقى يتلون ودي مسالة التلون والتناقض وغير ودي النقطة شنو التاني الحصل صلاح جودة يتكلم في المسالة دي وقال عياض والقاضي عياض وفلان وفلان بدأ يقول قلت لها صلاح باختصار في النقطة دي يا أخي لو في عشر أقوال للعلم واحد قال الصحابة اقتتلوا في السلطة واحد قال اقتتلوا في المال واحد قال اقتتلوا في الدنيا واحد قال اقتتلوا في دم عثمان واحد قال الحصل بين الصحابة دي نحن ما نخوض فيه بس نترحم عليهم ونترضى عنه ونستغفر عليهم وكذي المعاوى الحق ياتوا أو المعاوى الدليل ياتوا لأنه هنا فيه اتنين معاوى الحق القال اقتتلوا من أجل شنو دم عثمان رضي الله عنه دي للناس اللي بيفصلوا والتفصيل عند الضرورة عند الضرورة عند رد الشبهات موش ساي عموما لأنه عموما جمعه ولو سنة ونقلت لك كلام الشيخ محمد مع بهاب وغيره أرجع كتابه العقيدة الواسطية لابن تيمية وارجع الواسطية بشرح الهراس وارجع الواسطية بشرح ابن عثيمين دي بعدين بجيك لين كلام دي إن شاء الله في النهاب فقلت ليه يا صلاح لأنه الله قال يا صلاح في المسألة دي وفي غيرة قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل عليك الله انتبه للكلام دا كويس قلت ليه يا أخوة المسألة دي مش دينية مسألة الصحابة دي آي فردوه إلى الله الله قال فيه شنو قمت زكر تلاتة آيات وقلت ليه الفوزان في شرح السنة للبربهاري وهذا شرح السنة قلت ليه الفوزان قال الله قال في القرآن للفقراء المهاجرين إلى آخره دي الطائفة الأولى وهم المهاجرون وأثنى الله عليهم ظاهرا وباطنا الفوزان ذكر إنه دي الطائفة الأولى لكن لما تعاين في الآية دي برضو تلقى إنه الله أثنى عليهم ظاهرا وباطنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم دي البر أخرجوا من ديارهم وأموالهم في الظاهر طيف الباطن يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دي الطائفة الأولى الطائفة الثانية وهم الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم دي جوة ولا ما جوة حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم مش كاتلوا الجنبون عشان حقهم ولا حق غيرهم كرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون دي الطائفة الكام الثانية الثالثة وراجع تفسيري من كثير برضو بتلقى الكلام ده وهنا زكروا الفوزان في شرع السنة وده الكلام النقلت لي صلاح جودة قال أنا ما ذكرت ولا دليل هو ما ذكر ولا دليل بس بقول لي قال فلان وقذي وماذا حدث فيك أنا جبت له آيات والله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول النوي قال إلى الله إلى كتاب الله الرسول إلى سنة منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب قال في الطائفة الثالثة قال والذين جاءوا من بعده نكثير قال يدخل فيها نقل الكلام عن عمر من الخطاب يدخل فيها صغار الصحابة الماء حذروا الأوائل ديلك حذروا مواقفنا الأولى قد يكون حذرهم في أشخاصهم لكن مواقفهم ما عملوا لأنهم صغار ويدخل فيها عامة شنو من بعدهم ودي الحد الآن ودواجبنا تجاه الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ده القرآن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الطبراني ذكروا الطبراني في الكبير إلى آخره طيب وذكروا الألباني في صيح الجامع وفي السلسلة الصحيح وقواه بشواهده تال موضوع دي آيات ودي شنو أحاديث ودك الأمعالم من نون البربهاري ومن نون الفوزان انت يا أخ العلمة ديل لو افترضنا إنه اختلفوا لو افترضنا إنه اختلفوا ديل جابوا أدلة علي ما ذكروا إن الصحابة ديل الفوزان قال وما حدث بين الصحابة لا يذكر من الخلافة أو من القتال إلا من باب الاعتذار لهم وليستغفار شنو لهم خلاص بس يستغفر لهم انت اعتدر لهم الموضوع ما تقول كل مرة شنو وقال وقال وفعل وفعل وكذي كلام كله في الناس يبنقول لك كلام علماء في المسألة دي وتفصيل فيها فذا الحصل قال ما ذكر ولا دليلا واحدا طيب ده صلاح جودة دفي الديوان قال بعد ذاك سألته قلت لها صلاح هل الشباب ديل مبتدعة اسمه الزمّل ووبكر ديل هناك في المكالمة قال لي هل شنو سنو والله في الديوان دا قال لي خلاصوا اننا مارقين واكفين على حيالنا قال لي ديل كان ما اهل بدع تاني فيه اهل بدع قال لي اندون ثلاثة بدع قال لي ليه السنو ما فاهمت ثلاثة بدع الا واحد فيها قالوا بيختبر بيختبروا الناس شنو في القبر بيزول ولا بيسألوا الناس في زول وكذب كلام جاب لك كلام هاي دا مبتدعة ديل مبتدعة عندك هاي أسي شيخك كفر عديل كذب مبتدعة طيب فده اللي حصل قال ما ذكر ولا دليلا شنو ولا دليلا واحدا في نفس الديوان دا الكلام دا كلهم ما بذكروا في نفس الديوان دا صلاح جودة قال لي ربيع وطبعا هو ربيع دا بتكلم فيه شيخ ربيع صلاح جودة بتكلم فيه شيخ ربيع ولكن مابل امان الكلام دا انا ما اسمعته بقوله في الملع لكن في مجالسه بتكلم فيه واسأل قبيل اخانا ذكرت ليك قبيل دا اسمه ابو بكر سليمان غضوان الكلام دا ذكروا في الديوان هنا هسي انا دار اذكر ليك جزو منه وفي جوزه ذكره هناك في البيت طيب قال في الديوان قال ليش شيخ ربيع ده ذاته مش هم بلزموا يلزموني ما يلزموني ايوا ده قالوا البدع التاني يلزموني قال بلزموا الزول وكذب التبديع وكذب والكلام ده وإلى آخره قال شيخ ربيع نسيب ذاته مبتدع ولا سروري كلمة زيدة هذه رأيك في عشنا قلت لها ذول أنا ما دي غنابل ولا كلام زيدة وأنا مشيت قلت لها ده أنا ما بخش فيه شيخ ربيع وإلى آخره هناك في البيت قال شيخ ربيع ده ذاته وفي ناس قالوا ما بعرف يقرأ القرآن صاح ذاته القرآن ذاته ما بعرف شنو يقرأ صاح وفي واحد لما نبثني على الحلبي شيخ ربيع ووقف المرتب بتاعه وشيخ ربيع وشيخ ربيع شيخ ربيع ده نحن اسمعنا له كلمات بجيب فيه آيات بيقرأه صاح والليت قصدك بيصاح دي شنو التجويد من يقول قال للإستحباب وليس للوجوب فيه رياضة الصالحين عندك فيه كلام قال ده للإستحباب تضع عمبي في الزول وزول بيتكلم إلا يقول من يقول ولا يتقصدك لما نيجي يمسك المصحة فيقرأ فيقرأ جاهران وفيقرأ غلط ولا كلام كيف كلام ذاته أنا ذاتي مرات سميتها صلاح جودة خدت التلفون بيسمع له مختار البدر عرفت إنه في بلاو فيه حاجات كذي وأنا جالسه القرآن فيه كلام ما بعرف ملفك غايته فيه لخبة كذي جابه مختار بدري جابه صلاح عليم ربه أنا سميتها من صلاح أقدر كذب الكلام لها صلاح ونحن نتلمى بيجي يوم نتلاقى فيه مواصلات ولا تاني يمكن نتلاقى فيه ديوان وقفلوا الباب سريع نتجاغم جوه فيه والله بقى لهذه الماء كلام كلام سايزول بلفك قام نسى أشياء صلاح جودة أنا بذكروا لها كان فيه محاضرة له شيخ مزمّل وشيخ أبي بكر فيه الرد على الحلبي يسمع ضلال شنو الحلبي وأنا أمر الحلبي ما كان واضح بالنسبة لي حتى كنت بسكت بسكت وبيجي طيفور ده بزالني قل لي يا أحمد أها عبدالهادي كيف وكذب والحلبي ما الحلبي حتى مرة قال لي كلمة ما يعتبر أنه أنا شائلة منه لكن كلمته قال لي مسجدك ده زي بيت الضباع لا ما أي شي فيه وكذب أنا ما كان الماء الأمر مشنو ما واضح لي قلت لي يا صلاح وما كنت بثني على الحلبي لكن انتبه ما كنت بثني عليه لكن ما كنت بتكلم فيه فقلت لي يا صلاح أسمع المحاضرة بتاعت الشباب ديل وسجل النقاط دي كلها ولما نيجي الحلبي أدي أسئلة عنها اللي جاوبة لو قال فيه الحق يكون هو على الحق ده لو كان صادق لأنه في ناس التعمو بالكذب ذاته الحلبي ولو قال فيه باطل بعد ده الناس شنو يعني ده معنا الكلام إنه أمره خلاص يتضحوا كذب ده كله نساء ده فيه ديوان جزع علي وجزو لي كله نقلت لك على فرح للأمان جزو لي وجزو علي وجزو قد يسوي فتنة بينه وبين الشباب دي برضو نقلت لك للأمان برضو كذب وما جاب ولا دليل وغيره طيب من تناقض هؤلاء الجماعة ديل إنه صلاح جودة قال أحمد البدو يصف الشيخ بأنه متخبط متخبط ليه يا صلاح جودة يا أحمد البدو متخبط ليه صلاح جودة قال ولا شك ولا كلمة زي دي إنه بيعني إنه كان بيثني على الشباب وبيقى يرود على الشباب وده يا أحمد البدو ما تخبط لكن لا علم لك بهذا الفن وأنت لا تعلم هذا الفن ولم تكتحل أعينكم ولم تحلموا بكتاب العلل ويتزاتك علل خلي كتاب العلل علل بتاع شنو العلل أنا عارف الحاصل فيها عارف في علل وعارف كذب لكن ما عارف أي شيء أفهم عشان ما كابر سأل أنا ما علم أنا علم لا لا ما علم مسكين سأل نكرة زي ما قال دي الكلمة الوحيدة اللي قالوا أصح قالوا نكرة تاني في كلمة برضو قالوا أظن أن أصح قال بيجي مسكين كده أحمد البدو ده بيجي مسكين يعني أنا أجي أضاري وأنا كلام ساي قالوا غليز وزاد عليهم غلزة أجي ساكت كذي أسد زاته طيب صلاح جودة في كلام حزفه أو تناساه أو قصده أو لم يقصطه قال أنا وصفت محمد مصطفى بأنه متخبط وأنا بعني بالكلام ده لا شك أو في الغالب بعني بالكلام ده إنه محمد مصطفى كان بيثني على الشباب ده وبيقى يرود عليهم ليه أحمد البدوي ما تصف الشباب بأنه متخبط وهون كانوا بيثني على محمد مصطفى وبيقوا شنو بيرود علي ليس هذا من التخبط وليس التخبط عند المحدثين في هذا الأمر فحسبوا إنما هناك مسائل أخرى أشان ما تمش قدام أنا بوريك السرد على الشبه شبه سألة جدا واهية جدا أولا في التسجيل ده ذاته الآن قلت فيه متخبط وصفت محمد مصطفى بالتخبط وذكرت أشياء محمد مصطفى يثني على الشباب بعد شوية شنو ينبزون طيب دي واحد اتنين اتكلم في الحلب بعد شوية شنو يثني عليه تلاتة دي لي ما يجبتا يا صلاح جود دي جابه في النهاية في موضوع تاني في موضوع تاني اليوم محمد مصطفى كان يقول الصحاب الحاكم قد يمثلوا شنو جندي أو عسكري أو العسكري والجندي قد يمثل شنو الحاكم وده عقيدة عندنا وعن ابن عباس رضي الله وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجيب الحديث من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانيا وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم وجاب التخريج بتاعه عند ابن أبي عاصم في السنة إلى آخره طيب بعد فترة جمحة من مصطفى قال شنو الرد على معالي الوزير وبعد ذلك يتكلم في الوزير في قراره ورد عليه وجاب كلام عن المغنين وديه المشنو وكلام كثير طيب يا ناس الأشخاص ديل قول أحيانا يصدقوا وأحيانا يكذبوا وأحيانا زول يعدل زول وبعد فترة يتبين ليه أنه مجروح يقوم يجرحوا قول ده ما تخبط الكلام ده قول ما تخبط وده نحن بنقول لك من باب شنو من باب إنه الانتقال من حجة إلى حجة أقوى منها لأنه لو قفت معاك إنه محمد مصطفى ليه كان بثني على الشباب ديل وتاني جنبزونا السبب شنو أنت الكلام ده بتبين إنه ده ما شغل أهل الجرح والتعديل ديلك كان الواحد لما نعدل زول بعد شوية يجرحوا بيذكر القرينة أو الشي الجرحوا بيه والعلة يبتاع العلل أنت قرأت العلل دي كنت بالليل نعسان أو اللي شنو أنت كتاب العلل قريته بتقول قرينا والعلل لم تكتحي الأعينهم كأنك قرأت الكتب وقرأت الكتب قول قريت أنت دي ما علاقتك العلمة لما نعدل زول علماء الحديث وبعد فترة يجرحوه بيبينوا الجرح ولما بيينوا بيبينوا الجرح بيفسروه زول بيقول هذا الرجل تقي عابد أو يقول عنه دي ما صفات عامة يقول عنه صادق أو صدوق أو يقول عنه حافظ أو يقول ثقة أو يقول محدث أو يقول مش محدث حافظ أو يقول جبل أو يقول أمير المؤمنين في الحديث أو زي الألباني يقول عنه من حجر عجزة النساء يلدن مثله أو كلمة زي دي كلام بتاع شنو يوثقوه ولا يعدلوه بعد فترة زولي جي يقول تبين لي أن هذا له كذب ده الجرح بعد شنو التعديل وده دي نقطة دي كلها خليها الحجة دي خليها كما فهمت دي خليها مسألة إنه العسكري والجندي بمثل الحاكم وتجيب الحديث يا محمد مصطفى وإنت يا صلح جوذا ده تناقض وده تخبط ولا ما تخبط تقول ده بمثل الحاكم بعد فترة ترد على الوزير البحرك العساكر ذاته تقول ده ما كما ليس هذا من الخروج كما يفهم بعضهم كالعصبجية بس دار يدخلنا نحن بس في النص كالعصبجية والعصبجية وبعد ذاك خشوك وضحك الناس كأسلوب وناس مساكين قاعدين الله يمرقهم من قبل أحمد ذكر لكنه واحد جدع لسفة أنا ما عارف بسفة ده إن شاء الله يكون مرق معه كان الكلام ده أنا ما أحضر غايته لك يا أحمد دكال حدو يا ناس بتاعت طيب الكلام ده يا صلاح جو ده تخبط ولا ما تخبط ده قرينته شنو دليل محمد مصطفى على الرد على الوزير شنو الدليل شنو قبل جاب دليل في المسألة ديك لأنه أصاب فيها الحق ليأس رجع منا عشان ده غضب والذي غير على الدين والذي شنو ذاته وغيره وغضب ما مضبوط بالشريعة ده تخبط يا شيخنا ده تخبط ومحمد مصطفى متخبط معروف هو محمد مصطفى في نفسي يعلم إن كان صادقا مع نفسي أنه متخبط والله النازل يقولوا كلامه يجي ينقضوه حمد مصطفى أنا ركبت معاه من بيته الساح داشر ونص واربعة دقائق ولا زيادة من دي عشرة ونص واربعة دقائق ولا حاجة زيادة ركبنا مشينا محاضرة الساح داشر الكلام ده عشرة ونص وزيادة ومشينا محاضرة الساح داشر في تربية وأنا لجيته في البيت كنت طالب في كلية التربية ومدرمان في الطريق سائق الكريسي ده محمد مصطفى وأنا راكب جمه لما نجينا التقاطع في بعض التقاطعات لما نجينا قلت لها الشيخ شان تعرف الناس دي شوف التلون منا ونهونا التناقض والتخبط ولا منا ننحنا قلت لها الشيخ الناس دي الصوفية دي الدخل فيهم للحكومة بيأثروا مرات في حاجات بيعملوها وكذي بأثروا ناسنا دي بالعموم دار أوري المركز العام ناسنا دي وكد داك ما الشغل جاي تصال قلت للمركز ناسنا دي الدخل الحكومة ليه حلقة ليبيا ما يرجعوها ليه ما يشتغلوا جوه برضو هن وكذي قال لي أخدال بصفه أنا ما عارفون ذاته جميعا بعد فترة أزنى على المركز العام في محاضرة عملوه واحد اسمه عز الدين كيشا واحد اسمه عبد الحليم الأسد داك مات عبد الحليم الأسد رحمه الله كيشا قاعد يدعب فين المهم كيشا قاعد يدعبنا وكذي بسوه مشاكل هناك والدنار داك هل ليس هو يرد عليه لكن واسي من بعيد كذي بسخنوا مراته كذي خليها لما سورد المهم سوى محاضرة كيشا وعبد الحليم الأسد في المركز العام جابوا محمد مصطفى جابوا يعلق على المحاضرة دي محمد مصطفى طبعا عنده رأي في كيشا وقالوا إلي أنا وقالوا إلي بعض أخواننا دايلنا قالوا عنه وقال ليه الكلام دا مؤخرا وكذي لما قلت ليه كيشا عنده كذي وكذي قال ليه رودعاني قلت ليه المركز العام أنا وريتون وما عمل كلام زي قال ليه أخذ دايل قلت ليه دايل وريتون أو ديلة عارفين وما بردوا قال لي أخذ ديلة المركز عام ديلة الفرفاع لما جاينا سوى المحاضرة كشة وعبد الحليم الأسد محمد الصفى لما جاي علق كلامه كله في الغالب في الغالب بيثني على منو أو بيعلق عليه كلام عبد الحليم الأسد وكشة ما باقي عليه عنده فيه رأي بعد ذلك قام فيه الكلام قال في واحدين قدامه الشيخ ورأي ضعنوني وواحد قال لك تجيبني منو قال لك تجيبني منو وديل وكذي اتكلم شنو طاعا منو ناس المركز العام وطاعا ديل برضو قيش يزاته عنده رأي في المسائل دي عنده رأي فيها واجهنا بيه نحن المساكين ديل يامح مصطفى بقدمه استاذ بيشتم الصوفية أو بتكلم في الصوفية بجي أنا أتكلم بيدفرني وقل الباب ما أتكلم تلاخ عشان أنا ولد صغير داك ما أتكلم برضو المهم دا موضوعنا ماذا رشتت الكلام عشان الكلام ينضبط وكذي فتعرف إنه محمد مصطفى عنده رأي في المركز العام بيجنبه بيجنبه تاني شنو يثني على المركز العام طيب فدي كل من أنواع التخبطات محمد مصطفى يرد على الإصلاح ليس أنا قلت متخبط آي طهي التسجيل ذاك انتهى الكلام حوله الخمسة دقائقا الجابوه بعنوان متخبط إلى آخر محمد مصطفى رد على الإصلاح يرد على الإصلاح ويلزمه بمحاضرة عن السرورية وقول أنا ما بدعاهم معاهم إلا بعد يسووا محاضرة عن السرورية وبعد ذاك يجي الهواري يتكلم فيها ويجي أنا بعد ذاك يتكلم فيها ذكر كلام زيدا في حين أنه مبرد على المركز العام وبلزمهم بمحاضرة عن الإخوان المسلمين زي ما ديلك بدعاهم مع السرورية بعضهم انت ديل ما بدعاهم مع الإخوان المسلمين طيب ولا بلزمهم بالرد على منه جمعية حياء التراث وديهم شنو بدعاهم معا وبدعاهم إلى آخر عندهم محاضرات وعندهم عناوين عديل في الموضوع ده ودورات لتكون فيها جمعية لحياة التراث طيب طيب يا صلاح جودة هل أبو بكر أداب مرتد ولا يرث ولا يورث قال لا يرث ولا يورث هو أبو بكر أداب داسي ما ترسوا منه شو كذا أنا دار عجب لأن كلنا معجرين يا ناس تعبانين الله يتقبل أنا أجرتها في الفتحاب أبو بكر دفيهم أمو الزمل دفيهم بدعناك عشان تصر ذاته وبتلقى مواصلة أبو بكر دو شاب مهجرين بيوت دا سيرسوا منه شنو ذاته الله يجيروا إن شاء الله قال لا يرث ولا يورث ومرتد مكذيب برضو طلع مزمل إن شنو مرتد وشاتم الرسول مكذيب الكلمة دي كان يعرفة ولا ما كان يعرفة قبل رد مزمل وببكر عليه في نقضة الإصابة كان يعرفة الكلمة دي ولا ما كان يعرفة كان يعرفة وأخونا مزمل علق عليها وإنه زكت كلام في الموضوع ده وإنه لألمسها دي بالقصد وملقصه وما فيه زاته ما تتوب منه كلام زي دا كان يعرفة ومش معاه وجوه سوا ومام طلعوا مرتد خالفوا طوالي شنو طلعوا شنو مرتد ده ما التناقض والتخبط والظلم والهوى ده شغل المحدثين بيجرحوا الزول كذي عارفين الحاجة عنه وهو معاهم بعده اختلف معاهم بيجرحوه بطريقة دي ده هو شغل التخبط يا صلاح جودل بتصف نبونا تبرئ منه شيخك لي محمد مصطفى عبد القادر كلام كله كله فيه لخبة وإلى الله المشتكى طيب النقطة البعضة مسألة الصحابة قالوا أصل للصحابة وذكر أقوال العلماء علماء أهل السنة الكلام دا قالوا أصل ليه كذي وذكر أقوال أهل السنة علماء أهل السنة وهل السنة ذكروا أي موسى في الرد على المنعرف أحمد البدوي كما عبر وذكره في الرد القوي أي صلاح جودل في الرد على ود البدوي أو في التسجيل الثاني المهم ذكر المسألة في التسجيل في ذكر في الرد القوي جاب شبه صلاح جودل قال يا ود البدوي أنا بسألك سؤال هالسؤال يتفضل قال إذا قلنا ما إذا الأسلم يزن والصحابة الفلاني فعل كذا جبنا لحاديث ألفية ديل كلام جيدة أنتو بتقولوا الكلام هل هذا يعتبر طعن في الصحابة وإذا كان ده ما طعن في الصحابة ليه لما نقول الصحابة نقول الصحابة اقتتلوا في السلطة تعدوا هذا طعنا أورك لأوجه الوجه الأول إن العلماء أجمعوا على الإمساك عما شجر بين الصحابة طيب قال أبو نعيم صاحب الحلية قال فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر ذلاتهم ونشر محاسنهم نشر معطوفة على الإمساك مرفوع ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله عز وجل بقوله والذين جاءوا من بعدهم الآية طيب ويقول أيضا أبو نعيم صاحب الحلية الأصبهان يقول في تعليق على الحديث المشار إليه الحديث المشار إليه يصدبه ونه حديث ابن مزعود إذا ذكر أصحابي فأمسكه طيب قال لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم من ثورة الغضب وعارض الموجدة الكلام ده في الإمامة صفحة تلتمية سبعة وأربعين ابن أبي زيد القيرواني ده بن قد كلام صلاح جود في إنو قال وصل كلام أيوب في إنو قال وأصل بكلام أهل العلم وكذب ده برضو من أهل العلم الكلام اللي بتجيبه الضعيف والبتفهم براك والبتفهم وفهوم خطأ وغيره خاطئ إلى آخر ده كلام علمائنا برضو أسمع له قال ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة قال والإمساك عما شجر بينهم وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخاري ويظن بهم أحسن المذاهب قال ابن دقيق العيد رحمه الله وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل اقتتلوا في سلطة ولا في حاجة تانية ده كلام تأويل في سلطة ولا في دم عثمان ده كلام محتمل طيب في بعض المواضع وإلا في مواضع أخرى واضح أنا سيب أذكر لك إن شاء الله قالوا والمشكوك ده كلام ابني دقيق والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم المحقق والمعلوم الثناء عليهم المشكوك والموهوم اقتتلوا في شنو في السلطة في إلاخين طيب البربهاري في شرح السنة تعليق الفوزان قبل ذكرناه الإمام أحمد في السنة للخلال الجزء الثاني صفحة 481 سأله عما شجر بين الصحابة السؤال زيدة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في كتاب في رسالة واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنه لعبد الرزاق البدر العباد معروف طيب نقل الكلام عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه قال تلك فتنة فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم شنو السنتنا أو كلمة نحو مشهورة وحيانا من قلوعنا الإمام من أحمد طيب ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال أهل السن مذهبهم فيما شجر بين الصحابة إنه ماذ ابن عثيمين في شرح الواسطية قال على ما نختلف في أمر ونتباغض فيه فيما شجر بين الصحابة قال والمتكلم في هذا الأمر فيما شجر بين الصحابة بين رجلين إما مخطئ آثم وإما سالم يعني لا ذنب لهم السالم دا اللي اتخذ مذهب أهل السنة والآثم دا اللي وقع في منه في الصحابة وسب الصحابة ابن عثيمين في كتاب في كتاب اسمه شرح الكبائل نقلوا فيه نقولات جابوا فيه في بعض المواضع ابن عثيمين بشرح حديث لا زي حديث الكبائل ومواضع وآيات بيقوموا بجيبوها سوا زي شرح للكبائل فذكر عن ابن تيمية رحمه الله إن السب عليه ثلاثة أكسام سب الصحابة عليه ثلاثة أكسام لأننا الصلاح جود صحابة اقتتلوا في السلطة دماسب في أنا لسه بتكلم عن وجه لأن صلاح جود ذكر شبها أنا بورك الوجوه باقيه في الرد عليه طيب إن شاء الله تعالى ابن عثيمين نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى إن السب عليه ثلاثة شنو أكسام الجسم الأول الذي يسب الصحابة بتكفيرهم أو تكفير أكثرهم أو أن يفسق أكثرهم أو كلمة إلى آخر الزول في النحو إذا قال وهذا كافر كفر الصحابة كافر لأنه خالف شنو القرآن في الخبر كذب القرآن في الخبر لأن القرآن ترد الله تعالى عن الصحابة وصفهم بالإيمان الجسم الثاني قال الذي يقدح في الصحابة بأن يسب الصحابة باللعن من غير التكفير اللعن والسبو والقطح من غير التكفير قال هذا موضح خلاف بين العلماء في تكفير وعدم تكفير لكنهم العلماء ذاتوا ما كفروا أفتوا بأنه يجلد يجلد ويعزر يعزر بالجلب القسم الثالث ابن عثيمين راجع الكلام ده في آخر في كتاب اسمه شرح الكبائر قال الشرح ده العثيمين ناقلين نقولات والعثيمين في آخر صفحتين تلقى الكلام اللي أنا ذكرت القسم الثالث قال ما لا يقدح في دينهم طيب ما بيقدح في دينهم شنو لكنه طبعا فيه نحسب قال زي شنو قال كالجبن كوصفهم بالجبن والبخل إلى آخره ابن تيمية في الصارم المسلول أو في منهاج السنة في الصارم شنو الصارم المسلول طيب قال أوى الطعن في عدم زهدهم قال برضو السب بيكون بوصفهم بعدم شنو الزهد فده قال ده قل له سب تقول أن هذا الجبن سب تقول الناس دي البخلة سب ما عندهم يعني ما عندهم زهد برضو سب طيب يا ناس زول زاهد بيكاتل زول في سلطة ده زاهد إن قلت الزول الزاهد البيكاتل زول في سلطة زول هذا صحابي مش مسلم ساي يكاتلوا عديل في سلطة ويدعي إنه أفضل منه وده من الخلفة الراشدين الكاتل وده وده معاوية وبرد زاهد زول كاتلوا في سلطة وبرد زاهد يا ناس ده ما زهد ده تعلق بالدنيا وده شي من الدنيا بل ده من من الشهوات قال إسحاق بن راهوي كما نقل ابن الجوزي في صفة الصفوة قال وآخر أمراض القلوب مرض عديل وآخر أمراض القلوب خروجا منه حب الرئاسة إسحاق بن راهوي يصفوا إنه مرض ومحمد مصطفى يقول معاوية كان يدعي إنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك وصلاح جودة يقول يا مزم لتا ظنك ما قريت البخاري ذاته يجيب له حديث أنه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في النهاية الرسول ما جاوب صلى الله عليه وسلم قال إنك ضعيف وإن أمان وإن يوم القيامة خزي وندام إلى آخره هل بعد تاني يا أبو ذر سأل رضي الله عنه هل جاء قاتل هل عمل فتنة هل نازع وده المد قاتله في سلطة عشان هو يدخل ويكون قتاله دفتنا أنا بصرع بجيب لك تصريحات للصحابة إنه قالوا دفتنا مننا هنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه فهي تافهم النقطة أفهمها تماما إنه الصحابة رضي الله عنه كونه تقول إذ قاتلوا في السلطة ده سب لأنه السب أحيانا يأتي بمعنى التنقيص في إمتى الكلام ده طيب وده نوع من التنقص صلاح جودة قال ليه تقولوا نمسك عن الكلام في الصحابة أو تقولوا الصحابة اقتتلوا في السلطة دي سب ومن قوله وفي نفس الوقت إذا قلنا ما عزنا أو إلى آخر دي ما ما تقوله هناك ما تقوله طعني برضو في الصحابة لا لا في فرق بيناتك أنا ذكرت لك الوجه الأول إنه العلماء يتكلموا في ديك تكلموا في إنه شجرة بين الصحابة ده مجمع بين أهل السنة على أنه لا يتكلم فيه دي شنوده الوجه الأول الوجه الثاني إنه كونه تقول الصحابة اقتتلوا في السلطة دي ما فيها مصلحة في الدين ده كاذب على الصحابة وفي نفس الوقت تقليب للحقائق في نفس الوقت ده بيخدم أعداء الصحابة من الشيعة وده بوافق قول أهل البدع كالمؤتمر الشعبي ومحمد مصطفى في المحاضرة قال كلام في المسألة دي حق كلام منه؟ المؤتمر الشعبي كلام ناس التراب قال دحك عديل في المسألة طيب فكونه نقول الصحابة اقتتلوا في السلطة أولا ما فيها مصلحة فيها كذب فيها موافق لأهل البدع بل ضررها أن أهل البدع يضعنون في الصحابة وأن الناس يحملون شيئا في صدورهم على الصحابة كون أنا أقول ماعز الأسلم رضي الله عنه وقع في الزنا وجاء فاعترف ورجم ورجم دي فيها مصلحة أو ما فيها مصلحة فيها إثبات حد شنو الرجم عشان كذي هو في مناظرت لأ عبد الرزا جاب الحاديث الرجم ودي من حاديث الرجم لو جاب ده أو ما جابه دي من حاديث الرجم دي تثبت الرجم الحاجة التانية اللي احنا لما نقول ماعز رجم دي كفارة ليه لأنه الحد شنو بكفر وماعز تاب رضي الله عنه وماعز الأسلم رضي الله عنه كونه يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويعترف دي ما فيه اعتداء عليه الصحابة تاني فيه اعتداء ما فيه لكن كونه تقول الصحابة اختتلوا فذيقول له فروقات انت ذا كله الوجه التالت إنه ده مربوط بأحاديث فيه مصلحة ده الوجه التالي الوجه التالي إنه مربوط بأحاديث والشي المربوط في الآيات والأحاديث بنجيبه فوكزه موسى فقضى شنو عليه لكن في نفس الآيات أو في آيات أخرى قال ربي اغفر لي فغفر له تاني تقدر تتكلم ما بتقدر تتكلم آدم عليه السلام أكل من الشجرة في القرآن فيه ولا ما فيه فيه فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه كلها في النهاية الختام الخير ودي كل آشيها في النهاية جاء ذكرها في القرآن بنذكره كما ذكرت كما في القرآن هنا بنذكره كما ذكرت في السنة انتهى الموضوع انتذي وريني آية في الصحابة اقتتلوا في السلطة وريني عشان إحنا نقول وريني حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اقتتلوا في السلطة عشان إحنا نقول فذا كل فام يدل على يعني قلة فيهم هذا الرجل ليصلاح جودة وحزبيته وتناقضه جزاك الله خير على حزبيته وتناقضه ودفاعه المستميت عن محمد مصطفى عبدالقاد انت هناك تقول باطل في الجزيرة تصل الخرطوم تلاقيه كذلك اديك نظرة ولا من بعيد المهم خايف منه المهم تدافع عنه تدافع عنه وإلى الله المشتكى طيب وقال ذا كلام أنا المؤلمني برضو قول على العلم والسلف قال ذا كلام كلام محمد مصطفى يا صلاح جود الله اهديك محمد مصطفى قال الصحابة اقتتلوا في السلطة دا ما كلام العلماء وذلك معالم ابن عبدالزيد القيروان دا جزء من العلماء ابن تيمية منهاج السنة والصارم المسلول إلى آخره طيب ثلاثة من العلماء ابن حزم الظاهر في الفصل بين الملل والنحل أو الملل والنحل أربعة ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية خمسة البربهاري ستة شرح الفوزان للبربهاري سبعة الفوزان نفسه دقيل في ستة الفوزان نفسه سألوه سؤال صوتي عديل أستده موجود واحد دا يبقوا للصحابة اقتتلوا في السلطة إلى آخره السؤال صاغوله وفي النهاية قال هذا إما جاهل بالعقيدة أو شنو أو رافضي أو تشفيه تشيع إلى آخره هنا برضو ذكره برضو لكن ديك مسجل صوتي هنا برضو صفحة تلتمية وطممتاشر في شرح السنة قال إما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر 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 المسلمون من هذه الأشرط وأمثالها وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا شغل شيعة دا شغل شيعة طيب من العلماء برضو محمد المدخلي من العلماء عبيد الجابري من العلماء محمد بن عبد الوهاب نقل الإجماع في شرح في مختصر السيرة طيب من العلماء برضو الذهبي طيب محمد مصطفى باختصار يا صلاح جودة كلامك القدت قالوا عن العلماء دا وكذي ذكرنا لك بعض أقوال العلماء طيب أو بعض العلماء وذكرنا أقواله طيب يا صلاح جودة محمد مصطفى قال معاوية نحن ثبت لينا بالنص الصحيح أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بالدعي أنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك هذه العلماء العلماء والناس المعاك التي شكرتهم أو أنت معهم الدكتور خالد ودكتور الهواري وعبد الرحمن حامد وخوجلي وده هل بيقولوا بالمقولة هذه طيب هذه سؤال المسألة الثانية أو السؤال الثاني هل أصدق أو هل صادق خليه أصدق بي هل الصادق محمد مصطفى أم معاوية نفسه رضي الله عنه الصادق منه يا ناس يا صلاح جود الصادق منه مش معاوية شوف كلام معاوية رضي الله عنه قال والكلام ده نقلوا الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في الجزء التالي صفحة 140 نقلوا منه الذهبي ورجاله ثقات أمش راجع السنة طيب أن أبا مسلم الخولاني أو الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية أسمع الكلام ده يدقوا المعاوية كذب ومن صدقه أو كذب محمد مصطفى صادق وشيخنا والإمام ولا تقول المعاوية صادق صحابي ونحن من صدقه ومحمد مصطفى كذب على معاوية كلامه باطل ترد على سريع ترد على بطردك بمجمع الرشاد ما بتجي لا في بغادثة إلا تجي صلي وتبقى ماري طيب قال أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية وقالوا أنت تنازع علي أم أنت مثله عليك الله أسمع الكلام دا كويس سؤال دا لمعاوية رضي الله عنه مباشر مباشر أنت تنازع علي أم أنت مثله ما سؤال في لب الموضوع طيب فقال دامنه معاوية رضي الله عنه في سيرة علام النبلاء الجزء التالي صفحة 140 فقال لا والله لا والله بحليفة كمان صحابي وحلف تاني يا مجباري محمد الصفحة لا والله إني إني لا أعلم أن إني لأعلم أنا كتبتها لا هي موجودة أمش أرجع لا بالصفحة إني لأعلم أنه أفضل مني إني لأعلم والله لا والله ده قسم وفيه إن وفيه لام للتوكيد وأعلم اسم تفضيل على وزن أفعل وأنه تاني توكيد أفضل مني وأفضل على وزن أفعل كل لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني الأمر المقصود باشر الخلافة والسلطة كله ده الصحابي ذاته محمد مصطفى قال ثبت لينا بالنص الصحيح أن معاوية رضي الله عنه كان بالدعي يا ناس لسه تاني تمشي مع محمد مصطفى وليس سيت داعي وليس سيت منصف ده حال دعاة يا ناس يخافون الله تعالى ويصدق تصدق الصحابي ولا صدق محمد مصطفى رضي الله عنه الصحابي قال وحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون ده السبب ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمته والطالب بدينه فأتوه أمش قال لي علي رضي الله عنه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له أو وأسلم له فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه لأن الوقت ذاك الأمر شنو ما لسه الأمر ما استتم وفي رواية عند ابن كثير في البداية والنهاية المجلدة الثامن صفحة 132 قال فإن ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية هذا موجود كثيرا وارجع للكتب دي وارجع للصفحة دي ده كلام معاوية رضي الله عنه طيب انت يا صلاح جودة ده كلام السلف ده كلام علماء السلف إن معاوية كان يدهي يا ختوب إلى الله وارجع محمد مصطفى ده زور ركب راسه في النهاية وقالوا بركب عربية بنزل بركب عجلة بنزل بركب طيارة بنزل البركب راسه ده إلا في النهاية الله يهديه ده ما بينزل بالسائل والله وتتكبر أنا علم وأنا البرفع وأنا ماسك الحبل وأنا وكذي أها الحبل الحبل تلفلف في يدك وينو الحبلس بقايزوا بيرود عليك الناس الكانوا تلامزة تقزات والقوكزة والفاشل في النهاية ردوا عليك ولله الحمد طيب قال الزبير ابن العوام رضي الله عنه إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها فقال مولاء أتسميها فتنة وتقاتل فيها لقاتل عشان سلطة فقال فتنة فقال ويحك إنا نبصر ولا نبصر يعني أحيانا أدي ما فيها طعن لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر قال إن عبداً خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند شنو ما عند الله الصحابة في المسجد كلهم ما فيهم الوقت ذاك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفهمهم منه أبو وكر الصدي رضي الله عنه ففي كلام يعني ما يفهم في وقتي قال ما كان أمر قط دا كلام الزبير رضي الله عنه ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر دا حالزول ما شيء قاتل السلطة وقتال في السلطة وقال لك أنا فتنة ما عارف أنا ما عارف في أنا مقبل ولا مدبر رضي الله عنه أديدل على ورعه رضي الله عنه وعلى أنهم كانوا كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم شنو مبصرون والفتنة من الشيطان لكن سببهم السلطة سببها دم عثمان رضي الله عنه قال الشعبي لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا أو مجندلا مجندلا تحت نجوم السماء ثم قال إلى الله أشكو عجري وبجري إلى الله أشكو عجري وبجري أي همومي وأحزاني وبكى عليه هو وأصحابه وقال يا ليتني ميت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ده في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الثالث صفحة ثمانية وتمانين تزع وتمانين في السيرة الجزء الأول صفحة ستة وتلاتين سبعة وتلاتين طيب ومعاوية رضي الله عنه لما جاءه نعي علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إلي راجعون وجعل يبكي فقالت امرأته ده الناس بيتقاتلوا عشان دنيا بكى لما جاءه نعي علي رضي الله عنه انت الداخل بيناته اللي يا محمد الصلاة وتحكم بيناته انت ما قادر تحكم بين علي عطل منان واسمائيل عثمان داك بيرود على في المنبر ودبلغ بيت بيجاي انت ما بتلبد فيها دي لا بتفيا تي تحكم بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية والصحابة وتقول اقتتلوا في السلطة وتنوم وتصحى وكلام باطل وتعيش عليه ويستمر وتقول اربعين سنة في الدعوة جماعة يقول لك اربعين سنة في الدعوة وسلوا والسلف وما السلف تضعن في السلف في نهاية في رؤوس دا لا خل السلف الهواء لا تحت خلهم هس سلفيين قاعدين ما بخلهم وهؤلاء وكذب طيب قال إنا لله وإنا إليه راجعون وجعل يبكي فقالت امرأة أنت بالأمس تقاتله واليوم تبكيه دمن زوجة معاوية رضي الله عنه لمعاوية فقال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره دا زول شايل حاجة فيه في قلبه عليه شايف نفسه أحسن منه قال إنما أبكي إنما أبكي إنما أدات حصر دا سبب البكاء لما فقد الناس من حلمه علي رضي الله عنه وعلمه وفضله بيكونوا أفضل منه وفضله وسوابقه وخيره وفي رواية ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم طيب دا بعض الكلمات التي نقلتها عن بعض الصحابة وعن هؤلاء العلماء فاضل النقطة الأخيرة الوصية الأولى طبعا في كلام كثير وفي أشياء كثيرة أنا حذفتها وشايف الزمن مشه وفي تعليق لشيخ مزمّل أو في وصايا دارس كراء أو عنده كلام طيب الوصية الأولى التي أوصي بها نفسي وإخواني التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والله تعالى قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف ويستمسك بهذا ويكون قويا فيه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية إلى آخره ولا يتعصب لشخص ما تتعصب لشخص وما هي كلام بيقول شخص أنت تأخذ طوالي شخص من عامة الناس أو من عامة أو من الدعاة طالما هما صحابي وطالما هما النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما تتعصب لشخص النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم بالحق ويتكلم بالوحي ومن سواه يصيب ويخطئ قال الإمام المالك كله يؤخذ من قوله ويرد فما تتعصب لشخص وبكرة قد تلقى فلانا اللي التشايف مهتدي تلقاه ضل خلق على الحق بس في ناس الفتن ديلا من بدت حلقوا لحاون بعض الناس حلقوا لحاون نعرف ناس بأسماء نسأل الله يردهم إلا الحق ردا جميلا اتنين في بعض الناس في ردود بحاولوا يدخلوا بعض الكلمات ليفتنوا ليفتنوا بين السلفين وبين الإخوة فإن تخليك ذول متفطن ما أي كلمة تسمع طوال من غير ما تتبين فيها تأخذ لأن الناس زي ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله في النقل ثلاثة صادق يقبل نقله والكلام ذا في شرحي لرياض الصالحين صادق يقبل نقله وكاذب من علمنا أنه صادق نقبل نقله نقل الثقة الصادق الصادق المحروف اتنين كاذب هذا نرد شنو نقله كاذب ده ما تقبل له نقله إنما تتأكد وتتبين بنفسه ثلاثة فاسق أو مجهول فاسق زول عنده معاصي كنوع من الفصق عنده معاصي بعد ذاك أدى خبر ده تتبين فيه إن جاءكم فاسق بنبئ فتبين زول جاهل الزول الجاهل ده بعد داشنو انت برض تتبين في قوله فما هي زول بيقول كلام تشيلوا طوال تتلقفوا وفي بعض الكلمات بحاولوا يفتنوا بها وأنا شخصيا ولله الحمد والكلام ده الله لا أقوله ما بقوله عشان أغيص زول ولا عشان أزائل زول ولا كمان عشان أرد زول أنا أقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أنا بصحبتكم وما أنا على صحبتكم بحريص شفت الدنيا دي كله أخواننا على الحق من صاحب الناصر وممند على الصبليون ولا لغيره وإنما نتبع الدليل والحق ده في ناية الأمر ونسأل الله يوفقنا وما معصومين بنقع في أخطاء لكن كون أنا الناس كلها ترد علي ما بهمني لأنه لما بدأت أتكلم ما بعرف زول من أخواننا وهم ما بعرفوني وأسلوا تركوني ولا تركتهم بشتغل ما بحرد الدعوة وقول آه هذا الرد علي والتسجيلات والرفع وقف آه معنات أنا ما في دعوة لا لا زول الشغل فيها جر قدام طيب الوصية التي بعدها أن الإنسان لا يتبع هواه في ناس بقيم الزول بالأمزجة والهوا ده بينفع معاي ده ما بينفع معاي كذي تقيم الزول بمنهجي وبكتابي وبعملي وتحف في الله وتبغض في الله ودي المسألة اللي اختلطت عليه صلاح جودة أو حاول يوهم الناس أنه أنا مختلط فيها أن تقول محمد مصطفى بتحبه الآن بتبغضه ما يحب في الطاعة والمعصية قالت التفصيلات ذاته ما بتعرف متين يمدح على إنسان ومتين يذم ومتين يحب ومتين يذم ومتين يحب ومتين يبغض ومتين يمدح ومتين يذم دي باختصار ابن عثيمين فصل فيها ما مسألة هواسات قال الكافر يبغض مطلقا المؤمن المطيع يحب لإيماني وطاعته المؤمن العاصي يحب لإيماني ويبغض لشنو؟ لمعصيات بقدر معصياتي وقال ده ما متناقض الكلام ده قال ما فيه تناغذ قال كالدواء تحب ما فيه من الشفاء وتكره ما فيه من الطعم الكري والرايح شنو؟ الكريان ده الموضوع ده قال لك شنو؟ نحن الزول ده بغض ما ولأنه شنو؟ جاء بباطل وبكلام يعني اعتدى فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل حبينه عشان التوحيد ده ده الموضوع فالإنسان يتبع الحق ويراعي قواعد الشرع ولا يتبع هوا للوصية الكام التانية الوصية التالتة والأخيرة وأختم بها الناس يشتغل دعوة يا ناس تأصل العلم تسمع تسجيلات العلماء والبتوفق يمش للعلماء هناك احضر لهم ده المطلوب ويتبع الكلمات البغلوة الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين شنو؟ يستنبطونه منه وده موقفنا المزع إلى الجماعة ده الحلب يتكلمون فيه علماء نحن أخذنا بكلام العلماء مش الحلب يدجى والناس يتكلمون فيه وقاعدوا حصل النغاشات ردينا الكلام عن الكلام العلماء لقينا يتكلمون فيه حذروا منه وردوا عليه بعضهم وبعضهم حذر منه وبعضهم بدعوا دي كذلك فاتبعنا كلام العلماء نتبع كلام العلماء في ما وافقوا فيه الحق الشلب نعرف إنه العالم الفلاني قال فيه بالباطل وخالف الكتاب والسنة مع ليش دي تبتتبع الكتاب والسنة لحديث عديد بن حاتم عند نزول آية اتخذوا أحباره عشان ما تقع في شنو؟ في المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو بينه إلى آخر لكن انت مسألة فلان الناس تكلموا فيه نسمع لي ما نسمع لي نثني ما نثني علماء تكلموا فيه من العلماء الموثوقين معروفين انت خلاص أقف عند غرز العلماء اسمع كلمات بعد ذلك انشر الدعوة تكلم في التوحيد في السنة المجالس الخاصة دي ما كل مرة تقول تتكلم فيه وده كذي وده فعل وكذي كرشته ما كرشته ما عندك باشا غلكتي خليه جاء موضح سألوك عنه رد علمي بين الحق وانتهى الموضوع ما في سؤال ما في موضوع ما تضحق به ساوي تتونس به لأن العلماء باحوا الغيبة في ستة مواضع ما تزيد عليها موضع سابع إلا بدليل لو كان في شنو دليل وإنما تهتم بتبليغ دعوة الله تعالى في أثناء الدعوة مشيت محل لقيت الناس مدعلقة بشخص والشخص ده عليه باطل بين الحق ورّي الناس الحق بعد ذلك بين لونها للحق برّيوناها للباطل كذي لقيت الناس مدعلقة بشبهة معينة بيّن للناس شبهة دي بيّدعة معينة بيّن للناس البدعة المعينة انتهى الموضوع هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا